فبهذه الدراسة اكتشفنا ان الناس كل ما زاد استخدامهم للسوشيال ميديا كل ما قل رضاهم عن حياتهم هل انا ادري؟ ما ادري يمكن بس انا ننقيسها بشلون ننقيسها تشم ساعة تستخدم السوشيال ميديا كل ما زاد الاستخدام قل رضا عن نفسه قل رضا عن حياته لان اوه كعيشوف حياة مو نموت مو شابها لحياته فيكون مو راضي بس هل هو يدري؟ اعتقد اغلب الاحيال ما يدري السلام عليكم هذا بودكاست محفوف اليوم منصات تواصل اجتماعي تلعب دور جدا كبير في حياتنا اصبحنا نعطيها جزء كبير من وقتنا شد انتباهنا بصراحة بحث مسويتها الدكتورة فاطمة السالم دكتورة في قسم الإعلام جامعة الكويت تتكلم عن آثار منصات تواصل اجتماعي وشلون انه في حالة تنخلق عند الشخص بانه يحس انه هو طايفته اشياء ثانية لمشاهدته هذه الصور وهذه الفيديوهات اللي يشوفه في منصات تواصل اجتماعي فاتكلمنا عن الاثر النفسي لقناوات تواصل اجتماعي شون تاثر على الفرد شون تاثر على المجتمع ايضا في جزئية مهمة تكلمنا فيها عن الانتخابات احنا اليوم مقبلين على انتخابات في الكويت فاتكلمنا عن دور منصات تواصل اجتماعي وشلون يؤخذ بالرأي العام اتمنى ان استمتعن بهذه الحلقة مساءة شراب الخير دكتورة مساءك الله بن نوري هلا فيك ايه هلا فيك شكرا على وقتك على ييتك احنا انا بصراحة لفت نظري دراسة سوتيها مأخرا بس ما نعارف ابدي لان عندي مشكلة بتعريف مفردة معينة كانت او كانت اساس الدراسة اللي هي فومو فشنوها الكلمة هذي اعتقد افضل شي انا نوضحها عشان نعرف بعدين اول شي انت مشكور على الاستضافة وانا سعيدة باول مشاركة اللي في بودكاست اعم يعني وايد سعيدة بالموضوع هذا فومو هو معناها fear of missing out اختصار لfear of missing out اللي هو الخوف من فقدان الفرص باللغة العربية بس المعنى مو فقدان الفرص كثر ما اخاف بالكويتي يعني اخاف يطوفني شي اخاف يصير شي ما اشوفه او يطوفني شي فهذا المصطلح بدوا يستخدمونه انه مثلا لما ربعك بيطلعون وانت مو اياهم تقولهم لا فومو بيصير فيني فومو يعني اخاف يصير شي انا مو اياكم عرفت لما انت تحس انه اخاف يطوفني شي فهذا المصطلح موجود من قبل هو الحين بدأ يطلع مرة ثانية على السوشيل ميديا فهذه الدراسة كانت انه دور الفومو اللي هي اخاف يطوفني شي اخاف من فوات الفرص وتأثيره على نفسية المستخدمين وشنو علاقته في المقارنة الاجتماعية انا كنت مركزة على موضوع مؤثرين مواقع التواصل الاجتماعي فكنت اقول هل مؤثرين مواقع التواصل الاجتماعي يسببون فومو يسببون حالة من ان انا خاف يطوفني شي وهل ايضا نظرية المقارنة الاجتماعية تخليني ان انا احس بالفومو وتخليني احس بنفسيتي يعني تأثر على نفسيتي بسبب متابعة مؤثرين مواقع التواصل فهذه كانت اسئلة الدراسة كنت بعرف شنو علاقتهم بالفومو وشنو علاقتهم بالمقارنة الاجتماعية واللي شفتوا يعني طبعا نتيجة الدراسة أنا بالنسبة لي وايدة تخوف بش كنت متوقعة دكتورة قبل لكن متوقعة لأن هذه أنا سلسلة دراسات مساوية على موضوع الحالة النفسية فأدري أن وطبعا مو بس هنا مساوية الدراسات في دراسات عالمية وايد عن موضوع أن السوشيل ميديا واستخدام السوشيل ميديا المكثف يؤدي إلى إحباط شعور بالإحباط شعور بالتوتر وفي عدة مو بس دراسات حوادث صارت بسبب الإحباط والتوتر والاكتئاب بسبب السوشيل ميديا لكن ما كنت أدري تأثيرها بالكويت فكنت سوية دراسة وأدري في تأثير لكن ما كنت متوقعة بهال يعني بهالسوء فنتائج الدراسة بينت بسعفون العينة كانت تركز على 3000 من الشباب الكويتي اللي أعمارهم تراوح بي يعني تصنيف الشباب طبعا اختلف من شخص إلى آخر أنا كانت من 18 إلى 31 30 أو 31 والله نسيت جنا 30 نتائج الدراسة بينت أن فئة الشباب هذول ويد يتأثرون من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي إحنا لما نتكلم عنهم دائما أنا حتى نلاحظ الطلبة بالكلاس ما حد يعترف أنه يتابع مشاهير التواصل لا ما تابعهم لا ما يأثرون لا أصلا ما صدقهم لكن بالواقع لا بالواقع الملايين اللي يتابعونهم هذول إحنا هذول الشباب فمتابعة مشاهير التواصل وين مشكلتنا معهم أنه يسببون المقارنة الاجتماعية ويأثرون على الحالة النفسية للفرد ويسببون حالة من الفومو طبعا هذول الثلاث أشياء مرتبطين ببعض الحالة النفسية مع الشعور بالفومو اللي هو الشعور بالخوف من فقدان الفرص مرتبط أيضا بالمقارنة الاجتماعية ليش؟ لأنه أنت لما تابع مشاهير التواصل أنت طول الوقت قاعد تقارن حياتك الاجتماعية مع حياتهم الاجتماعية وتحس بتخلف الفرص عندك تحس أنك أنت ما راح تلحق الفرص تحس أنه طايف كوايد بحياتك لما أنت تشوف واحده بعمرك عنده يخت وعنده سيارة أغلى نوع وعنده شربيت وعنده أرض وعنده شالية وعنده شقة بما دروين أنت راح تحس أنه فقدت الفرص أنه ما راح متى أنا بيصير عندي هالشي فتبدي نظرية المقارنة الاجتماعية والمقارنة الاجتماعية في دورها تأثر على الحالة النفسية تخليك تشعر بالأحباط تخليك تقول أنا قاعد أشتغل ومعاشي 1500 دينار متى بوصل هالمواصيل مع أن حياتك هي الطبيعية ويمكن وايد من مشاهير التواصل حياتهم دعايات إعلانات تذاكر ببلاش حتى يعطونهم شقق عشان شقق ببلاش يعني مثلا مشاريع تجارية يديدة مجمعات إسكانية يصورونها هل هو صج مالتا ما ندري هل هذا السيارة صج مالتا أو دعايا ما ندري هذه كلها تأثر في مقارنة الاجتماعية حالة نفسية وأيضا شعورك بفقدان الفرصة بس ما تعتقد يعني هذا الموضوع مو من عمر موجود يعني أذكر فرضا حتى وإحنا صغار في أقران معينين عيال عمنا عيال خالتنا الناس اللي معانا في المدرسة دائما في وجه المقارنة ولأسف في بعض أحيان حتى الأهل كانوا شوف فلان شوف فلان برضا أحسن بالدرجات بس أقصد هذا الشيء طول عمرة كان موجود يعني اليوم ما خلق شيء يديد صحيح نظريات المقارنة الاجتماعية مو يديدة هذه نظرية قديمة فهنا تتكلم عن المقارنة الاجتماعية اللي هو إحساسك بالنقص عند مقارنة نفسك بالآخرين حلو؟ هالنظرية مو يديدة بس ليش الحين نعيد دراسة نظرية هذه لأن بالسوشيل ميديا تعزز هذا الشيء زاد يعني أنت قبل تقول مع المدرسة مثلا واحد عنده شيء أحسن منك فأنت تقارن نفسك لكن تخيل أنت 24 ساعة جدامك بالسوشيل ميديا حياة لكجري أغلى شيء أحسن شيء اللبس أغلى شيء السفر أغلى مكان أحسن مكان وأنت تيمع 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 عشان تروح مكان فتحس أنا وين وين بوصل هالمواصيل هذي فصح كلامك والمقارنة طول عمرها موجودة لكن مو بالطريقة اللي كونستنت بتليفونك بإيدك موجودة طول الوقت أنت تشوف حياتك وتشوف حياتك الآخرين وزيادة عليها بعد يعني أنا طبعا هذا مو بالدراسة لكن أنا أقولك ياها يعني زيادة عليها المقاطع اللي قاعدت تنتشر المدربين سابرهم لايف كوتشينغ وهذول اللي دايما يحسسونك أنك أنت ما سوت شيء بحياتك طبعا هذول زادوا بالسوشيل ميديا قوم خلص الصبح وشتغلان بالضبط هذا والله هذا اللي يبقلك يا فأنت لما تابع مدربين هذول الطاقة والحياة واللايف كوتشينغ والثيرابي هذول يحسسونك إذا ما عندك مشروع تجاري خاص فيك أنت تخلفت بالفرص إذا أنت ما تسوي شيء أنت تخلفت بالفرص إذا أنت ما تقوم 5 a.m. كلب أوكي صح قومت الصبح مبتر بس لا تحسسني أنه أنا فاشلة إذا أنا ما سويت شيء وذلك اليوم أسمع مقطع يقول إذا ما عندك مصدرين للدخل قيل عن مصدرك الرئيسي فأنت يعني عمرك ما راح تصير ما راح تقدر تعيش مرتاح فقعد أسأل نفسي قلت أنا ما عندي مصدرين للدخل هل أنا فاشلة يعني فيحسسونك أنك إذا ما صرت شيء إذا ما سويت شيء أنت فاتك القطارة اللي هو الفومو لا لا ما قدرت تلحق الفرصة فهذه كلها طبعا هل مدربين الحياة أو مدربين بس بالسوشال ميديا لا موجودين من قبل لكن حين صاروا موجودين متاحين 24 ساعة تسمع مقاطعهم يحسسونك أنك أنت ويد بعيد ويد تخلفت عن السباق أو قطار النجاح فأنت تحس بقونستنت ضغط 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 أن أنا متى بوصل متى بسوي متى بيصير عندي أخت متى بيصير عندي أرض مدروين هذه الأشياء للأسف وهذا اللي أنا ودي أن يعني الشباب دايما يستوعبون أن ترى هذا الحياة اللي بالسوشال ميديا مو هذه الحياة الواقعية هذول عددهم معين إعلانات سبونسورشيبس أهما قاعدين يسوقون لحياة غير واقعية هذه مو حياتنا ولا المفروض أنك أنت تطمح أن حياتك تصير جديد فللأسف يعني هذا يتأثر على المشاعر النفسية الأحساسك برضاك يعني فيزي دراسة ثانية تأثر حتى على رضاك على حياتك الرضا عن الحياة يعني طبعا مو بس المشاهير أنا قصدي السوشال ميديا بشكل عام لما تتابع ناس عندها شيء ما عندك يا أنت رضاك على نفسك ينزل وأيضا رضاك على حياتك فهمت قصدي؟ يعني السلفة ستيم عندك رضاك على نفسك ينزل وأيضا الرضا عن الحياة بشكل عام هل أنت راضي عن حياتك؟ تصير أنت غير راضي عن حياتك لأنك أنت تحس أن أنا ما أنجزت شيء ما نجحت ما وصلت مع أنك أنت ما فيك شيء موظف وعندك راتبك وكل شيء بس أنه تصور لك السوشال ميديا حيات مختلفة تماما عن حياتك بس كتورة فيه كان فرق يعني أنت اليوم خذيته عينه من 18 ل 31 قلتاك؟ ايه زين بو 18 سنة فرضا لما أنا أياقيس هل كان تأثير تواصل اجتماعي عليه أكبر من 31؟ ايه طبعا كان فيه فروقات بس موايد ترى فيه فروقات ما بين العمر وفيه فروقات بعد بالنوع بين الذكر والأنثى طبعا الأنثى تستخدم السوشال ميديا أكثر من الذكور واللي أسباب معروفة لأنه يمكن عندها وقت أكثر بالبيت وقت أكثر مسكة تلفونها الشباب يمكن يطلع أكثر يروح يجاب الربعة الدوانية فمختلف شوي لكن مو فروقات كبيرة يعني ما تستحق إعادة النظر بس فيه فروقات بالعمر وفيه فروقات أيضا في مستوى التعليم يعني أنت بأي مرحلة تعليمية شنو دارس يفرق بعد حتى بتأثيرها على حياتك لكن بس شنون يفرق عفوان كل ما أنا كان تعليمي أكثر كل ما قل تأثير السوشال ميديا عليك مفروض يعني وهذه النتيجة طلعت لكن مو وايد مو فرق وايد يعني فأي يتأثر على فئة الشباب عشان تي أنا قلت أتأثر على فئة الشباب فيه فروقات لكن مو كبيرة لأن أنا أحاول أفكر أن بو 18 سنة متى بدأ يستخدم السوشال ميديا يعني بدأ يستخدم مرحلة من التوسطى يعني يعني هذه حالة استثنائية اليوم أن عندي أنا عينة من الناس بدأ استخدام التواصل الاجتماعي يعني متأكد طريقة تفكير هذا الشاب تفرق عني يعني اللي عشت ثلاثة أرباع عمري من غير السوشال ميديا صح طبعا تفرق أكيد وتفرق الحين على الجيل الياي القادم اللي الآن عمرهم 66 اللي من الآن يستخدمون السوشال ميديا اللي من الآن أحلامة يصير يوتيوبر اللي من الآن أحلامة يصير جيمر هذول الناس ما دري شن رح تطلع نتائجهم بس أنا متأكدة حياتهم رح تكون سوشال ميديا وسراؤند باي الانفلونسر هذول وراح يكون حلمة وطموحة يكون انفلونسر أو حلمة وطموحة يكون يوتيوبر والناس تشوفها وما يندرع بالمستقبل شن رح يكون توقع كل واحد رح يكون يوتيوبر بالمستقبل كل واحد رح يعرض حياته اللي يسمونها الفلوغز هذي اليومية مثل ما احنا حيقا نكتب كلمات بتويتر عن يومنا رح يصير تصور يومك بفلوغز أو ما دري شنو المستقبل ممكن يكون ولكن أكيد بيتأثرون أكيد يعني أنا دائما أنا وايد يعور قلبي لما أشوف أهل يسمعون حق عيالهم يستخدمون السوشيل ميديا أنا أتكلم يا هال صغار وايد يعور قلبي لأنهم مو حاسين شك يعيسون بالطفل وتقول لي لا قاعيشوف برامج أطفال لا من قال برامج أطفال يعني صح يعني عندك هذا في طفل أمريكي اسمه حين يطلع اسمه المهم هذا الولد عنده مثل يوتيوب شانل حق الألعاب ما دري تعرفه راين راين عنده يوتيوب شانل حق الألعاب يفتح الألعاب وبدأ هو كان يفتح الألعاب يعطونا سبونسورشوف مطاعم ألعاب هدايا لما صار عنده ماركت ألعاب باسمه تمبع بتارغت فهذا الأهل لما أنا قلوهم ترى ما يسير تخلو عيالكم يشوفونا ليش فيها عادي قاعد يشوف يا هالي أنت قاعد تسرقين الطفولة من طفلك لأنه قاعد خلينا يشوف طفل ثاني يلعب بدلا أو يلعب وقاعد خلي يعيش بواقع ويعيش بوهم أن الطبيعي أنك أنت يكون عندك جبل من الألعاب الطبيعي أنك أنت بعيد ميلادك يحطو لك كاسل كاملة من هذول الكور مع أنه بالواقع إحنا عياد ميلادنا المفروض بكيكة صغيرة وشمعة ومستانسين وباللونات نعلقهم إحنا نشتريهم لكن اللي قاعد يشوفونا الأطفال باليوتيوب قاعد يحسسها تخيل طفل عمره خمس سنين يشوف راين جبل يفتح الألعاب وليه يشوف راين ويضحك هو قاعد يعيش داخل الشاشة ما قاعد يعيش حياته بدأ لا تعطي أنت طفلك لعبة تخلي شوف ياهل يلعب ليش وأذكر أنا ولدي لما كان أولا ثانوي بدأ يلعب بلاي ستيشن فكان يشوف ناس يلعبون يعني فكنت أقول لها حمالي أنت ألعب لا تشوف واحد يلعب أنت ألعب ليش قاعد تشوف لا أتعلم تريك سمالتا وكنت دايما حرص عليه أقول لها لا تسمعهم هذول طبعا يقولون كلام أصلا يعني وطريقة حياته ومؤكله فلأ أهوي يشوف ناس تلعب قلت لأ أنا ما عندي مانع أنت ألعب ما عندي مانع حتى كان يعرفت ليشترون أشياء حق اللعبة حق اللاعبين ما دري شنو فكنت أسمح له لأنه ما بيشوف أحد غيره يلعب بأهوي يلعب لأنه أنا أدري هذا يأثر نفسيا لما أنا قاعدة أشوف غيري مستانسة وأنا قاعد حك لها مستانسة نزاليش ما أنا مستانسة ها مشكلة ترى أنا أكثر شيء يعني ذا من موضوع الأطفال أذكر أكثر شيء خرعني أن أعتقد أيامها كانت في حملة عن التنمر في المدارس ومور شدي فاللي كان يطرح مثل طرح مثل الصج بالنسبة لي كان مرعب يعني يقول الأول إحنا حياتنا إذا أنا كنت أعيش حال التنمر كانوا الناس يأذوني هذا يقول هذا التنمر كان يوقف الساعة 2.30 الظهر يوقف خلاص أنا أطلع من المدرسة أروح لبيت أنا بأمان يقول اليوم مع التواصل الاجتماعي هذا الشخص ممكن يفتح تريفونة يلقى حاطين شيء عنه بفيسبوك أو بإنستجرام أو أي مكان ويعيش حال التنمر هذا 24 ساعة طبعا هذا موجود بين الأطفال بشكل وايد كبير هنا عادي دور الأهل مفروض الأهل يكونوا واعين مفروض الأهل يشوفون التغيرات على أطفالهم على عيالهم مفروض الأهل يراقبون شا قاعد يصير بالسوشال ميديا خصوصا إذا عيالك صغار وعندهم تليفونات لازم تعرف شا قاعد يصير بالتليفون قاعد يحصل يعني اللي يشوف فجأة ولده حالتها تتغير لازم تعرف شا قاعد يصير له هالأحد بلاك ميليهم أو قاعد يبتزه قاعد يأذيه يعني ترى السوشال ميديا عالم جدا خطر يعني بس ما يعني تحضر أو ما إذا سمعت يعني يعني نحن ندنا هالأشياء طبعا للا عندنا وايد هالأشياء موجودة وايد بالمدارس أذكر قبل شام سنة ما أذكر أي سنة انتشرت سالفة لعبة الحوت الأزرق ما أدري إذا سمعت فيها لعبة الحوت الأزرق وكتبت عنها دراسة نزلت بجريدة الغبس اللي هو شنو كان الناس تعتقد فكل الأهل لا إحنا مسحنا اللعبة هو مو لعبة أصلا عشان تمسحها It's not a game It's not an application هي مجموعات داخل الإنستجرام وداخل برامج السوشال ميديا هي مو يعني هي مو لعبة فالأهل يقولون لا شيكنا تلفونات عيالنا مو موجودة باش كان يسوون هي شنو كانت كانت مجموعات موجودة بالإنستجرام وبالمواقع هذه إن هي مجموعات تدعم الحالة النفسية السيئة السوداوية بالحياة وتدعم الانتحار وكانت يعني كانوا كانوا مطلعين يعني قصة لعبة مثل لعبة مراحل وكل مرحلة وآخر مرحلة إنك أنت تنتحر وهذا كان فيه مثل واحد روسي هو اللي يمألف اللعبة يتحكم مجموعة الأطفال يتحكم فيهم وكل يوم يخلهم يسوون شي فهي مجموعة تتخلها من هاشتاغ موجود في الإنستجرام وتلعب معهم بهذاك الوقت لما نزلت الدراسة كنت قلت لهم أنا ترى ترى هي ملعبة ترى هي مجموعة أنتوا ما تدرون يعني شك قاعد يصير ما تتخيل كمية الأهل اللي تواصلوا معاي لأن أنا حطيت شنو المفروض الإشارات اللي أنت تنتبه لها وشذي وايد أهل قالوا اللي إحنا لاحظنا عيالنا بفترة مثلا وحدة أم تقولي أنا فجأة قمت أشوف بنتي كلها تبجي وكلها قاعدة بالظلمة أقولها شفيش ما فيها شي صغيرة تقول ما فيها شي قلت لها يمكن عاني من مرض اكتئاب يعني أنا مو طبيبة نفسية تقول لا هي تسويت شذي لأنه لأنه عندها رفيجات بالتليفون يعني بالإنستجرام قالي لها أنا اليوم هو اليوم السواد لازم نسيكليتات وني قاعد نبجي فهمت قصدي يعني الأهل ما يدرون وش قاعد يصير بس هذي كانت فترة وراحت اللعبة تلحوت الأزرق لكن نفس اللعبة هذي هذي خطر في غرف موجودة في غرف حق كل شي في بالسوشال ميديا في كل شي كل شي إذا أنت تبحث عنه واتدور راح تلاقي كل شي تبين بس هذا يخرق دكتورة اليوم أنت حتى كأم المعلومات اللي أنت تشوفينها أنا صج أشوف في وايد أهل يمر مرحلة اللي يقولك أنا شو أنت أعمل أن أهل أنا أحرم طفلي من الجانب التكنولوجي وهذا أكيد لعواقف يعني أنا باتشر طفلي يعني ما عنده الوعي اللي موجود عند أطفال ثانية بالمقابل أنا عندي الخطورة اللي تكلمنا عنها حتى أول فكأم كدكتورة بمجال الإعلام أنت شو تسوي أنا عندي أحسن حل أن الواحد طبعا أكبر غلط أنك تمنعهم من السوشال ميديا أو من التليفون أكبر غلط لأن أنت قعد تمنعهم من واقعة هذا الواقع الحين صار يعني هذا الواقع أن الحين حياتنا فيها تكنولوجيا فأنت مازل تربع إيالك أن يعيشون بغير واقعية الواقع الحين المراهق أنه عنده تليفون وعنده سوشال ميديا وعنده بس أنت فالمنع طبعا غلط لكن تحديد الوقت هذا شيء وايد مهم خصوصا حق الصغار حدد الوقت لا ما يرضى يبتي خلي يبتي حدد الوقت خلي عرف وهو مع الوقت يوم الأول بيبتي ثاني يوم بيبتي ثالث يوم بيعرف أنه عندك ساعة ساعتين لأن كل ما زاد الوقت كل ما زادت حالات النفسية اللي قلناها الضرر النفسي اللي هو الاكتئاب الإحباط فأنت لما تحدد الوقت عنده وقت معين يسوي الشيء اللي هو يبيه ثانيا المراقبة أنا ما أقول مراقبة أنا وايض ضد ترع عمري ما سويتها أنا أخذ تلفونات عيالي من وراهم وأشوف ولا مرة حينكبروا ولا مرة سويتها أنا عندي غلط خلي الطفل يكون عنده برايفسي ويكون عنده حياته الخصوصيته ولكن لازم تعرف شكرا يسوي شون تعرف بالسوالف بالكلام أنت خليك يعني خليك واعي خليك منفتح معاهم خلي يصير عندهم عادي يقولولك إذا حدز لرسالة إذا خلي عادي لأنه إذا خاف منك ما رح يقولك أيضا فيه البرامج الفائل اللي أنت تحط مثل parent control بالأجهزة خصوصا إذا أطفالك صغار يعني اليوتيوب يطلع فيه كل شي فإذا أنت طفلك عنده تليفون حط له يوتيوب مع الأطفال يعني حدد شنو هو يسوي وأنا بالنسبة اللي قلت لك الانفتاح اللي هو الحديث معهم وبعدين خليه يقولك قصدي اللي يقوله وبعدين أنت لازم أنت تقول لهم المواضيع بشكل قصص أذكر لما صارت الحوت الأزرق كنت قاعدة أكتب الدراسة فكنت أصولف معيالي بالسيارة أقول لهم تدرون أنه فيه وفيه جروب وفيه أنه يسوون ويطلب منهم يصورون بيتهم أقول لهم كأنه قصة وحاولت أخرعهم أنا وايد أستخدم سلوب أن أقول للقصة فأهو رح يحطها في باله لا لا ماكو ماكو بس هو حطها في باله عرف أنه فيه شيء عرف لا تدش مكان ما تعرفه لا تتكلم مع ناس سترينجرز أونلاين بسمة هذا أقول حق بنتي بسمة تدرين فيه بنت شذي واحدة كلمتها صارت صديقتها طلعت ريال كبير بالسن خطفها قل لهم القصص خلي عرفون أنه فيه شيء شذي بس لا تقولهم يا بطريقة لا تسوي بقصة أرد على موضوع الدراسة دكتورة أنا ودي أعرف أصلا الناس اليوم عندها الوعي الكافي أنه إذا أنا اليوم حالتي النفسية مزينة فهذا قاعد يكون مرتبط في موضوع السوشيال ميديا يعني اليوم مثل أنا يعني أنا ممكن بالدراسة أنا قاعد أفكر شي دي تخيل معاك أنه أنا سألت شخص هل أنت فرضا قنوات التواصل الاجتماعي قاعد تأثر على نفسيتك ممكن هذا الشي موجود فعلا صح بس هو ما محاط هذا الربط صح مرحلة الوعي إحنا وين شوف بس أهم بس نقطة وايد مهمة أبي أقولك إياها أنه إحنا بالدراسات لما نربط الشيين لما نربط مثلا حالة الفومو ولا الحالة النفسية بمتابعة مشاهر التواصل الاجتماعي إحنا ما قاعد نقول أنه في علاقة سببية لكن قاعد نقول في علاقة ترابطية فهمت؟ لأنه ممكن أنت محبط وحالتك النفسية سيئة من أشياء ثانية وانت تتابع من المشاهير بس إحنا ما قاعد نقول هم قاعد نقول مرتبطين بس ما قاعد نقول هذا هو السبب الوحيد الوحيد أقصد لأنه في مرات الناس تلخبط بالدراسات تعتقد أن it's causal it's not a causal relationship it's مو السبب بالضبط correlation أما سؤالك أن هل الإنسان يدري في أغلب الأحيان الإنسان ما يدري يعني لما أنت تحس بإحباط وكارح مثلا جسمك أنا متينة أنا متينة أنا متينة أنا متينة وكارح عمري الواحد هذا طبعا فيه الحين المرض اللي يسمونا أنك أنت دائما تنتقد جسمك تنتقد تشوف السلبيات اللي بجسمك وحنا مشكلتنا كلنا عندنا حالة عالية من جلد الذات دائما دائما ننتقد أنفسنا بس هذا موضوع ثاني على العموم لما أنت عندك body dysmorphia ودائما تنتقد شكلك وما يعجبك شكلك أنت ما تدري أنه قد يكون السبب لأنك أنت قاعد تشوف السوشيال ميديا قاعد تشوف كل الناس perfect كل الناس الحين قاعد تحط filters كل الناس قاعد يكونون أبهى صورة لهم فأنت أودك تكون نفسهم فهمت قصدي أنت ما تربط هالشي أنت محبط لكن ما تقول آه أنا محبط لأني أنا شفت شذي الواحد ترى ما يدري أسباب أحباطها لما أن الدراسة الأولى مو دراسة الفوم والدراسة اللي قبلها اللي كانت الأسباب أو الآثار النفسية والاجتماعية لاستخدام مواقع التواصل الاجتماعي هذه قبلها كانت 2019 الدراسة اللي تتكلم عن الرضا عن الحياة ورضا عن النفس فبهذه الدراسة اكتشفنا أن الناس كل ما زاد استخدامهم للسوشال ميديا كل ما قل رضاهم عن حياتهم هل أنا أدري ما أدري يمكن بس أنا نقيسها بشلون نقيسها كم ساعة تستخدم السوشال ميديا كل ما زاد الاستخدام قل رضا عن نفسه قل رضا عن حياته لأنه هو يعيشوف حياة مو نموت مو شابها لحياته فيكون مراضي بس هل هو يدري أعتقد أغلب الأحيال ما يدري وهذا هني أهمية الوعي يعني بس كتور من عدة الدراسات اللي سويتها وين بمعدل استخدام التواصل الاجتماع والتواصل بالكويت يقيسها بالكويت بساعات يعني بساعات فوكس ستساعات باليوم باليوم هذا لحظة في شي مهم فوكس ستساعات لكن هذا اللي أنت تعترف فيه لأنه نحن ما نعترف مو ما تعترف لأنه اليوم في هذا أرطيل بيحط لك بالضبط أنا كلها نصدم أنا كلها توقع أنه أنا ما أستعمل وأنا قليل بالتليفون بيحين صدم من المدة والله أنا بعد أنا نفسك وأنا نسوي دراسات وأنا نفسك بعد كلنا لأن ترى الإنسان دايما بكل جوانب الحياة ترى الإنسان الأشياء السلبية ما ندري إننا نحن قاعد نسوي هالشي دايما الواحد ما يكون صريح وواعي على أقل المعناع بينه والنفس أنه أنا ترى قاعد أستخدم ووايد ولاحظ لما أحد يقول لهم نزل تليفون تعصب من قال أنا أستخدمها ووايد بس هل إحنا كلنا نستخدم إيه نستخدم بالكويت من أعلى نسب بالعالم اللي هو الانترنت الانترنت اللي هو نسبة استخدام الانترنت نسبتاً لعدد السكان وعندنا من أعلى نسب العالم طب نحن في دول سبقتنا شوي بس إحنا من أعلى دول العالم إحنا وقطر اللي هو التويتر الانستغرام بالنسبة لعدد السكان استخدام تويتر استخدام انستغرام إحنا تويتر كنا قبل شمسنا ب2015 أو 2014 كنا الأول بالعالم بنسبة لعدد السكان وهذه مو دراسة كويتية هاي دراسة أمريكية مسويتها لكن بعدين تغير في دول زادت انخفض عدد استخدام مستخدمين تويتر في الكويت في الكويت لأن طلعت برامج طانية طلع انتناف وانستغرام بس أنا بس إليك سؤال يعني منو تتوقع كتب برنامج استخدام بالكويت عارف الرد شنو بس لأني غاش غاش غاري بس لأني كان عندي تجربة شخصية بالبودكاست نفسها هذا خوش خوص خلق قلتش ياه أو تيك توك صح؟ لا مو تيك توك لا لا مو تيك توك انستغرام بالكويت تيك توك على جروث صح؟ على نمو أنا لاحي ما أفهم تيك توك صراحة أستانس أشوفها بس ما أدري شو السالفة يعني ما شك عاي يسوون كلمة المستانس بالتيك توك فدائما أقول شو السالفة كلمة المستانس بالتيك توك فاكتشفت لنا الطلبة أنا ليش أعرف هالأشياء لأن طلبة أنا مجابلة طلبة طول النهار فأسألهم كلهم يحبون تيك توك أصلا أسألهم تستخدمون تويتر طالعوني شخباري تويتر أنت ويد قديمة يعني لها الدرجة كلها تيك توك بس الصدمة أنا كانت بالنسبة لي أنا كنت أعتقد أن تيك توك تطبيق يخص الشباب يعني اللي يستعملونه يتراوح يعني ما تعد أعمارهم خنقول الثلاثين خنقول يعني هذا أبعد احتمال أنا حطيته اللي اكتشفت أكس هالشي هذا أن لا كبار يعني ناس يقدبوه يقدمه يستعملونه واللي اكتشفت فيه أن أكثر شي يسوونا بتيك توك أنه يتم الكرياشن مع الفيديو يسوونا هناك بعدين ينسحب من تيك توك ويحطونا بأماكن ثانية يعني الأساس يبدو بتيك توك بعدين يمكن ينتشر على تواصل مواقع التواصل مع أي ثانية بس لا تيك توك كان بس ما قديل قصة القصة أي القصة أن يعني إحنا اليوم فرضا ببودكاست محفوف عندنا تويتر عندنا انستجرام فعمره ما طرع على بالي أنه تيك توك كنت أدري أن برنامج قاعد ينمو بشكل مطبيعي والناس كلها تطالعة بس كان عندي اعتقاد أن المادة اللي إحنا قاعدين نقدمها مو مناسبة لي جمهور تيك توك لين يوم عندي صديق قال لي أنا ترى عنده شيء مشابه اللي أنا قاعد أسوي قال لي جربتها رازين تكتورا صدمت يعني ما التفاعل ها اللي قاعد يصير معاي بتيك توك يعني أضعاف أضعاف التفاعل اللي احنا نحصله بتويتر وإنستجرام يعني أي واحد أصلا اليوم يبي يشوف آثار هذه الدراسة بس خلي يشوف التويتر موجود للبودكاست ويقارنه بتيك توك وإنستجرام شيء مطبيع غريب صج صج غريب شوف قبل فترة ولانتش ليش أنا عفونا أقول لا تشوفين يعني لما احنا نحط مقاطع خالاتي معرفة أي شوفوناها لانا يوصل قام يوصل بالواتساب شكل مطبيع صح 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 شوف قبل فترة عادة الندوات لما تكون ندوة بمكان يعني بس اللي قاعدين بالندوة يسمعونها ومرات يصورونها بس يعني منو لخل قفتح يسمع ندوة خصوصا لما يكون موضوع عن المرأة وعنف ضد المرأة ما حس في واي جمهور إلا المهتمين بالموضوع يعني فقبل فترة كان عندي ندوة بجمعية المحامين ومصورينها فيديو بس كان يعني كانت لمجموعة الناس اللي مهتمين بموضوع المرأة وكان عن صورة المرأة بالإعلام فصوروا فيديو وخذوا مقاطع حطوها بالتيك توك لأول مرة مع أنه يعني موضوع عن العنف وصورة المرأة يعني مو موضوع بلزنت يعني لأول مرة الشباب الطلبة ديكتوري شفتش بالتيك توك ديكتوري شفتش بالتيك توك عقولها وأنا بالتيك توك ما عندي تيك توك أصلا اللي شأنه ما أخذين مقطع أنا كنت أقول فيه يعني بالنسبة لهم ما يليش يشوفونه يضحك يعني أنا كنت أقول أنه مو معقولة للمسلسلات تصور المرأة أنه عادي كل يوم زوجها الصبح يطقها وبالليلة يطقها كأنه عادي يعني وتكمل حياتها ترى مو عادي الضرب كنت أتكلم عن العنف فها مقتها المقطع نزين وظهر أنا قلت يطقها كف فهم يضحكون على كف والله أنا لأي يومك مو فهمة جمهور تيك توك فانتشر المقطع بشكل كبير كأقول الحين أنا كل هذه الدراسات اللي أسويها وهالكلام السيريس أشوف ما حدر عني لما تكلمت عن العنف وكف لأني قلت كلمة كف بالتك توك صح انتشار جدا كبير لأول مرة أقول لك لهالدرجة يوصل لأن دائما أنا مواضيع يتشدي سيريس يعني فما الشباب ما يهتموا مواضيع بتكلم عن دراسة أوكي يعني لأن لم يكون مجبر بالجامعة فالتك توك لا صج صج فيه تفاعل صج يعني بس أنا أحس التك توك هنقول لك شغلة فيه نظرية كانت لمدة طويلة توها بدت تتغير بالنسبة لي النظرية النظرية أسمها تسعين تسعة واحد تقول أن تسعين بالمئة من الجمهور هو متابع فقط متابع بصمت حلو وتسعة بالمئة من الجمهور هو المتفاعل وواحد بالمئة من الجمهور هو منه هو اللي يخلق المحتوى حلو يعني كل اللي تشوفه يعني أنت تعتبر صانع محتوى أنت صانع محتوى اللي تشوفه الردود هذي ترى بس تسعة بالمئة من الجمهور اللي يردون عليك اللي فيه تفاعل بس ترى التسعين يتابعونه بصمت فليش احنا نقولها الآن دائما نسوي تجربة لما درسها الطلبة بمادة التكنولوجيا أقول مخانا سوي تجربة عطوني واحد من مشاهير السوشال ميديا طلعوا لي اسم واحد كم متابع عنده سبعة مليون خمسة مليون طلعوا لي صورتها يطلعون صورتها كم واحد معلق ميتين ثلاثمائة ثلاثمائة وايد بس نسبة إلى عدد المتابعين ولا شيء نسبة جدا قليلة وكل ما اسوي التجربة يطلع اصلا اقل من واحد من تسع بالامية المتفاعلين اقل بوايد فمعناتها انه كل اللي تشوفه هذا ترى ما يعدي تسع بالامية من التفاعل ترى باجي الناس كلهم ساكتين تابعون بصمت بس التكتوك احس بدأ شوي يغير بدأ يصير يعني صانعين المحتوى اكثر من واحد بالامية لان بتكتوك كلكم صناع محتوى كلكم قاعد تساوين فيديوهات وشوي يعني احس يبيلا ريفيزيتنج حق النظريات اللي كانت تنطبق على السوشال ميديا ما تنطبق على تكتوك في اشياء يديدة انا بس ودي ارد حق معلومة قلت هي دكتورة ان احنا من الكويت فرض عن يوم اللي ايام كانت من اكثر دولة مقارنة بعدد الشعب استعمالا لتويتر بس بشكل عام في سبب تعرفتي عليه ان ليش احنا عندنا هذا الاستعمال عالي لقنوات التعاصل الاجتماعي شوف هذه انقالت الجملة الدراسة انقالت وموجودة حتا بالانلاين يعني تقدر تشوفها نورثيسترن يونيورسيتي مطلعينها كانت يعني كانوا مسوين كان تويتر بدأ تو يزيد شعبيته وصار عندنا الحراك السياسي بالكويت وصار السياسيين لأول مرة نقدر نوصل لهم ونسولف معاهم نرد عليهم ويردون علينا بدايات تويتر 2011-2012 فهذه الدراسة يعني يقولي هي انطلعت بعدها بسنة سنتين فوجدت ان الكويت هي من اعلى الاستخدام لان احنا كنا بوقتها نسبة لعدد السكان نتكلمها ووقتها كان الناس من جذبة لتويتر شيء يديد شيء مكان يديد اقدر اتكلم فيه عن السياسة وتناقش مع السياسيين تفهمت غصي فكانت الاولى بالعالم الحين كل الناس انخفض نسبة لعدد السكان انخفض ازتخدام تويتر يعني بكل العالم هو بس التفاعل اذا ما دريد انت تلاحظ يعني انا حسن حتى التفاعل قاعد يقل الناس ما صار اهتمامها وايد نفس قبل قبل لما اي سياسي او نائب يقول تغريدة الكل يرد عليه نقاش الحين عادي شوية اللي يردون النسبة بدأت تنخفض بس ما تحسين دكتور انا انا مشكلتي ان انا مو احسن شخص متطلع على تويتر لاني اللي فترة جدا طويلة لين رديت سويت البودكاست كنت من قطعا اساسا كل قناة التواصل اجتماعي فتويتر اللي فرضا بقول خمس سنين ما كتدري شنو قاعد يصير اللي الحين رديت عشان يعني البودكاست واعي و اكون واعي اللي قاعد يصير بس كأنه حسيت ان تويتر يخلق صورة للرأي العام ما ادري اذا يمثلها بس اليوم اي واحد ما تطلع على السياسة اللي تصير عندنا بالكويت من اكثر العدوات فعالية اذا انا هذا الشخص ركزت عليه في تويتر وصالنا عنا اليوم هاشتاغ وصار فيه ضغط في تويتر انا ما تكلم عن الشارع ما تكلم عن الشعب بس ضغط في تويتر يمثل منه هل هذول الناس حقيقين انا ما ادري بس اذا خلقت هذا الحالة هذا المسؤول او الشخص رح ينحرج سياسيا فهل شنو شنو تأثير تويتر على السياسة اليوم عندنا بالكويت على طريقة عمل البلد اصلا يعني شوف بـ 2013 كنتوني رادة من امريكا حلو وكنتوني متعلمة وكان شي يديد وايد يعني كان بعد حملة اوباما كانوا مكتش فينا اللي هو الرأي العام الالكتروني واستطلاعات الرأي العام الالكترونية شن يعني مو يعني اسأل الناس استبيان احل الكلام الناس الـ content analysis اللي هو التحليل المضمون فكنت اسوي دراسات بالقبس اللي هو التحليل المضمون تويتر على اي قضية مثلا قضية اسقاط القروض مثلا القروض خلنقول وتطلع لي النتائج ما تتخيلش كثر نسبة الناس اللي ما كانت زين ما حد سألني انا يواحد يقول لي اقول لهم ما سألتها حدا انا انا خذيت تغريداتكم وحللتها big data analysis فما حد كان فهم الطريقة شنون يعني شنون يعني تحليلين كلامنا شنون واحد ناس كانوا يقول لا التويتر مو الرأي العام الحقيقي وانا كنت اكتب بكل كنت نزلهم تقريبا مرة بالشهر كنت بكل دراسة اقول ان هذا رأي عام الكتروني رأي عام تويتر ليش اقول رأي عام تويتر لان الرأي العام الالكتروني يختلف عن الرأي العام الحقيقي وايد يختلف ودليلك انه وايد مرات الله اكبر وايد مرات تشوف سياسي او خصوصا وقت الانتخابات تشوف واحد وايد حملتها قوية بتويتر وناس يعني وايد قاعد يدعمونا بس ما يفوز اوكي فهو مو indicator يعني يعني ناس قبل كانوا يحسبونها كم متابع عندها ايه هذول عدد الاصوات لا مو عدد الاصوات يعني مو شرط ومشكلتنا السياسيين وايد كانوا يركزون بس على تويتر بحملاتهم يعتقد انه بدونه هو مشهور بتويتر والناس يحبونه وعنده يعني شعبية يعني خلاص لا لان الاصوات والتصويت وايد يختلف عن تويتر هذا لازم يعني السياسيين تبغوا لها ولكن هل اوه هو رأي عام انا بالنسبة لي ما يصير ونقلكت يعني ان احنا نحمله نقول لا لا نحمله انه لا لا مو رأي عام وخلاص لا هو هو يبين او يعكس صورة او خنقول صورة ولو كانت distorted او مو حقيقية عن الرأي العام يبين يعني انت تقدر تطقيس تويتر تشوف المزاج العام بالكويت شنو مزاجنا شنو قاعد نقول لكن دائما تذكر النظرية من اللقع يكتب بتويتر تسع بالمئة ترى ويد ناس ساكتين يعني انا ويد اقرأ كلام ودي ارد مارد انت ترد عليك لشي وديك تقوله لا فهل هو رأي عام الحقيقي لا بس هل هو indicator ايه indicator ايه هو مؤشر بس مصداقية المصداقية شوف شوف لما انت تحللها علميا ولا بنظر بعينك لما تحللها بعينك تحس ان ما في مصداقية بس لما تحللها علميا ترى البوتات والالكترونيك تويتين تبين عندنا فنشيلهم فهمت يعني اللي يسوي حملة مبرمجة ومدفوعة اه اه او من خلال بوتس تبين عندك التغريدة متكررة متكررة نفسها اكثر من الحساب والحساب يكون not active non active او electronic حساب في حسابات الكترونية بس يغرد بس يعيد التغريد فهذه تبين فهذه اشيلها ما احسبها من رأي العام فاذا بعينك بتشوفها مو علميا ممكن تحسن لا ان الصورة مشوهة وشذي بس علميا غير حقيقي لكن ترى البوتس هذي موجودة بكل العالم يعني مو بس بالكوت لا لا يعني بالنسبة لي اللي صار في انتخابات امريكا يعني بين بالضبط اه اه كانت ترامب وهلري صح صح اه اللي انكشف بعدين انه اه واعتراف حتى من اعتخد السلطات الامريكية انه كان في تدخل من روسيا طبعا وكان يسوون هناك شيء اخطر مو بس electronic bots كان شي يسوون كانوا حسب ميولك السياسية بالفيسبوك ينزلون لك اخبار اخبار تطلع لك غير على اخبار اللي تطلع لي فيعززون الشيء اللي عندك ويركزون اذا انا مثلا وايد ضد ترامب ينزلون لي كلام وايد ضد اللي انا مع هلري مثلا فكانوا يلعبون حتى في ترتيب اولويات الاخبار وهذا صراحة يعني هذا اللعب بالرأي العام هذا مو الناس يقولون لا من حقهم تارجتين لا هذا مو تارجتين يلينا هذا خبر قاعد تحط لي بصورة خبر وقاعد تعزز لي انه هو خبر او خبر رئيسي لكن انت قاعد تتلاعب في الرأي العام قاعد تخلق رأي العام قير حقيقي فهمت؟ بالخوارزميات اللي عندها بالضبط بالالغوريظم اللي موجودة كل اذكر حات وايد اضربها كمثال يعني اعتقد بتكسس قبل الامتخابات كانت في مظاهرة دعوا لها مجموعتين من الطرفين مجموعة على كلامهم من الطرفة اسلامية ومجموعة من الطرفة مسيحية تواجههم مع بعض بالشارع يعني هذور كانوا يهصوا هذور كانوا يهصوا وقاعدة تواجههم فيوم بعدين انكشفت هذه الحقائق ويابون يعرفون واحدة من هالأشياء اللي طاحوا عليها هالتجمع هذا اللي صار استوعبوا انه في جامع وهمية في فيسبوك واحدة المسيح المضطرف واحدة الإسلام المضطرف وهمية مصجية وهذور قاموا يمعون ناس ويقول لهم تعالوا وراح انتيمع في هالمكان اللي فلاني وخلقوا احتجاج من ولا شي يعني اكاونتات وهمية خلقت هذا الاحتجاج طبعا طبعا هذا بالنسبة لي يعني يشكل خوف مطبيعي ودائما أقول يعني أسأل نفسي هذا السؤال إذا هذا التأثير كان موجود في أمريكا وهم عندهم قدرة سنة تشريعات أو الوعي أنا أشرع أشياء وأقول هذا يصير هذا ما يصير فما بالش بالكويت يعني دولة صغيرة يمكن تأثر في أشياء بسيطة عدد الشعب قليل الوعي يمكن اللي عندنا مو موجود بحجم أمريكا خصوصا من الجانب التشريع إن أنا شنو أمنع شنو أحط فهذا بحد ذاته يخرع يعني شوف كل ما كان المجتمع بسيط يعني بساطة المجتمع كل ما صار سهل تأثر عليه تأثر على الرأي طبعا وبساطة المجتمع هنا ما تكلم عن بساطة إنه هو بسيط تعليميا ولا لا بسيط ثقافيا وبسيط إنه ما عنده قدرة التحليل والتدقيق والربط والناقد وهالأمور هذي فأكيد كل ما زادت بساطة المجتمع سهل أنا أأثر عليك أنا ما تقدر أأثر عليك لما أقدر أسيطر عليك شون أسيطر عليك يا أخوفك يا أنت أصلا تكون جاهز بسيط يا عندك خواء فكري ما عندك عمق فأنا أقدر أدش بعمقك وأأثر عليك فلا كل ما قلت ثقافة الإنسان كل ما ليش آية ليش في مرات إحنا دائما نقول هذي كلام كان يقولونا مثقفين القبل يعني إنه في تعمد لتصطيح المجتمعات فأنت أتفكر ليش أحد يبي يخلي الناس سطحيين أو تتفيه المجتمعات إنه في تعمد إنه هذه خطة متعمدين يسوونها نيابون المجتمعات في بعض الدول تصير سطحية وتافهة ليش؟ لأن أنت لما تكون سطحي واهتماماتك خفيفة وبسيطة من السهل جدا نقدر أسيطر على رأيك الرأي العام يعني إحنا دائما قاعد نتكلم في تويتر تكتورة بما يخص يعني هذا أعتقد موضوع الأخبار الكاذبة ووايت شفنا بشكل كبير كحطولها فيك نيوز بأمريكا صحيح اليوم مقيسة على واقع الكويت حتى على واقع العربي ما أدري إذا اللي تشتطلع فيه بس وين نحن بهذا المقياس يعني شنو نظرتكم له حق الفيك نيوز طبعا عندنا فيك نيوز أكيد نزيل أكيد ومتى طلعت الفيك نيوز لما عرفنا أن الصج عندنا مشكلة لما صارت تفجيرات مسجد الصادق الله لا يعودها من أيام هذا 2014 إحنا 2014 أو 15 15 15 أعتقد التفجيرات المسجد الصادق بيّنت لنا أن الصج عندنا مشكلة فيك نيوز ليه أخبارك هذا أخبارك هذا ليش؟ لأنه طلعت وايد إشاعات هذاك اليوم إشاعات يعني حتى حطوا الجرايد كانت ضحية للإشاعات وحطت اسم شخص مو هو اللي فجر اسم وعائلة وقبيلة وكل شيء صورة ليش كنا ضحية؟ لأنه وقت لما تكون مستعيل ووقت خصوصا للأزمات يصير عند الإنسان يسمونه حالة من الاختصار الإدراكي شنه يعني اختصار إدراكي؟ يعني أنا لما أنت الحين في مشكلة لما تقولي إيه هذا سبب؟ أنا وقتها ما عندي وقت أقعد أحلل إيه منطقي ولا مو منطقي أختصر حق نفسي الإدراك الإدراك عندي أختصر إدراكيا يعني أنا أصدق اللي جدامي بفيز فاليو بليه هو موجود لأنه ما عندي وقت أني أنا أقعد أفكر هالأخوة منطقي هالصح هالوشلوني فوقت الأزمات ووقت المشاكل ووقت لما يكون عندنا مشكلة يصير عندنا دايما نصدق المعلومة بطريقة اختصار إدراكي هذا الرقم واحد رقم اثنين طبعا ليش شاهد أنا قلت لك عن الأزمات لأنني تكررت الأزمات وقت كورونا كم إشاعة وإشاعة أطلعت كورونا كم إشاعة وإشاعة أطلعت أن كورونا يعني يعني عدد هذا ينقيس على مستوى العالم على مستوى العالم طبعا طبعا هو الفيك نيوز رجع موضوع كبير وقت الكورونا يعني هو كان خليط بين أخبار كاذبة ونظريات مؤامرة نظريات مؤامرة وكلام وبعدين معلومات خاطئة وبعدين هنا انتشرت صالفة الماراثون المعلوماتي اللي هو سباق على المعلومة سباق 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 كل واحد يبقى يكون عنده المعلومات كل واحد يبقى يكون عنده عدد المصابين بكورونا ليش وما أدري شنو وين وياينا من الصين وأسباب الأيام لما طلع الفاكسين شنو إشاعاتي طلعت على الفاكسينيشن كل شي ان يبوني يقللون عدد العالم وان يبوني يقللون ستة مليار هالكلام هذا لأنه سباق كل واحد يبي وشنو خطورة الأخبار الكاذبة انك كل انت الحين أنا مثلا فاطمة قاعدة أدري هذا الخبر مصج بس ما يتكرر كل مرة يتكرر 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 شو يصير فيك يصير فيك إحساس بالتعود حتى التبلد يسمونه أنه أنا أتعود على المعلومة الكاذبة لما تتبلد مشاعري وأبدي ما أكذبها بين وبين نفسي لما أنت يوم الأيام يصير فيك اللوجنري إفاكت اللي هو يسمونه أنك أنت تصدق تصدق وهميا المعلومة الخطأ معنى أنا كنت أؤمن بأن هذا بس من كثر ما تكررت عليك كل مرة بتقعد تقول حق مخك لا مصج لا مصج بعدين خلاص بعدين يصير عندك يصير حالة يعني سبحان الله يصير حالة من اللوجن أني كنت تعتقدني صح وهذا الخطر هذه الخطورة يعني وايد معلومات انتشرت ندري أنه مصج بس من كثر ما تتكرر خصوصا لما يكون شكلها خدمة إخبارية قايلتها يعني شوف الكبار بالسن مثلا دائما يصدقون كل شي يوصلون بالواتساب ليش وإحنا يما لا تصدقين كل شي يما لا تصدقين مهما أقول لها هي راح تصدق لأنه ما يكون شكلها خبر ومكتوب ما راح تحط بالها أنه واحد قاعد تحمد يتشذب فيصير عندها اللوجن أنه حقيقة وهم وبضبط وهم أنه حقيقة بس هني دكتور موضوع يعني نحن اليوم فرضا مقبلين على فترة انتخابات في الكويت أثر يعني بأبسط شكل أثر التواصل الاجتماعي اليوم على الانتخابات في شي حس المرشحين ما يستوعبونا وايد أولا يعني شيين مو شي واحد الشي الأول المرشح يعتقد أنه أنا لازم يعني يكون عندي سوشال ميديا مرتب وحساب حق اللي يسمونه حساب الحملة الانتخابية وشذي بس الناس ترى ما تبي حساب حق الحملة الانتخابية ولا تبي تحط لي براندينج حلو وباكراوند لون حلو مو هذا الناس تبي الناس تبي انت شنو عندك تقول ترى البراندينج وصورتك والوان اللي تختارها والحساب ما لا قيمة إذا ما كان فيه مثلا محتوى تفهمت حس وائد ناس ينسونها يعني سوي حملة بطير محتوى يعني ولا وبعدين في نقطة ثانية على موضوع المحتوى يقطعون فيها وائد خصوصا اللي يكون توا نازل ان يركز على كل شيء كل القضايا وهذا غلط مثل ما قلت لك الانسان ما يقدر يتذكر كل شيء والانسان ما عنده قدرة انه هو يستوعب ويحلل ويفكر بكل المعلومات اللي تي له فأنت خلك يعني associated أو مرتبط نزين بقضية معينة أو قضيتين maximum تعليم صحة قضاء على الفساد قسيلة موال يعني خل اختار لك قضيتين وركز عليها مو لازم تقول كل شيء مو لازم النقطة الثانية اللي قلت لك انه في مشكلتين المرشحين يعني يقعون فيهم اللي هو الاستطلاعات الرأي الوهمية اللي تصير بالسوشال ميديا وهذا وايد خطر اذكر يعني كتبت دراسة على جزئين بالقبس عن هالموضوع اللي هو الوهم مع الاستطلاعات الرأي اللي تصير وايد منها اول شيء مدفوعة الثمن غير حقيقية ثاني شيء خطورتها انه يسوون على على عينات خطأ على هو ممكن او شيء وهمي ممكن يكون اصلا ممسوي بس يحط ارقام هذا هذا خالصين مننا وهذا يعني غير اخلاقي وكل شيء النوع الثاني يسوي 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 سيطلع صج بس يسأل لي امية واحد كل المساكنين بالضحية او يسأل لي امية واحد كل المساكنين بمنطقة معينة بالقيروان في معينة منطقة معينة كلهم يبون هذا المرشح يطلع الاول اكيد فالاجراءات الخاطئة هذي مشكلة وبعدين عندنا المشكلة الثالثة طبعا انا قاعد اتكلم عن المشكلة الاجرائية في الموضوع بعدين مشكلة التفسيرية المشكلة الثالثة ووايد مهمة اللي هو براندي افكت يصير فينا بالكويت شنو براندي افكت براندي افكت هذا مثل ما قاعد اقول المساعدة امريكا بامريكا بسنة 1981 كان فيه نازل مقاطعة مرشح ابيض ومرشح اسود 81 كان وايد عندهم الراسزم كان وايد عالي العنصرية وكانوا يابون يحاولون يقضون عليها فكان هذا المرشح والشخص المرشح الاسود كان وايد عنده يعني متعلم ومثقف وعنده قاعدة فكان يسألون استطلاعات يسألون الناس بتصوت حقه براندي الاسود ولا الابيض فكانوا كلهم يقولون براندي 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 لما طلعت نتيجة شانتوا توقع نتيجة الابيض الابيض فازة بنسبة ويد فرق فرجعوا حق استطلاعاتهم ليش طلع شلون يعني سوينا استطلاعات صحيحة واختاروا عينات مو نفس المشكلة الاولى اللي قلت لك انه وهمي او انه مختار عينات خطأ لا مسوي صح اكتشفوا المشكلة ان الناس كانت واقعة سموها عقب تحت اثر براندي او اللي هو انك انت يكون عندك مثل يعني الخوف من تقييم الباحث فانت لما تي تسألني بتصوتين حق اسود ولا الابيض انا اخاف انك انت تقول عني عنصرية فاقولك الاسود بس انا الصج بصوت حق الابيض استحي اقولك انا بصوت حق منه فاتعرض الى ضغط ضغط الباحث فهمت فهذه المشكلة ايضا تقع فيها بالكويت احنا عندنا علاقات اجتماعية كلنا نصير حق بعض كلنا نعرف بعض كلنا متقاربين من بعض فلما انت تسأل واحد بتصوت حق منه وانت تقيس على منو قا يسألك هذا تحسه مع منو انت تجاوب فما تجاوب الصج هاي مشكلة جدا كبيرة بعدين عندنا مشكلة ايضا في الاستطلاعات لما تكون استطلاعات غير حقيقية لما انا ارتب الاشخاص اللي يطلع الاول مشكلة اللي يقولون ترى بتفوز بتفوز مشكلة والمفروض ما يستهنس ترى لمن انا اقول محمد بيفوز خلص ضمن مقعدة بالثانية شو المشكلة المشكلة ان الناس انا المائية بصوت بقول محمد قاله وبيفوز بيفوز خلناعطي فرصة حق واحد ثاني خصوصا مع صوت الواحد بالطب فبدال انت بدال ضمنولي انت بتفوز وانا ابيك بصوت لك بس انت بتفوز بتفوز خلناعطي فرصة حق ولد عمك مثلا هني انت بدالها تطلع الاول تطلع التاسر لانا كل من قال انت بتفوز فهو مؤشر هذه مشكلة المشكلة الثانية تصير ان لما يقولون مثلا واحد لمن يكون واحد مثلا قاعد يطلع رقم 11 فيقولون ما رح يفوز خلاص رقم 11 ترى هذا ما رح يفوز بالانتخابات لمن انت تسوق حق هالفكرة وانت اصلا سوي استطلاعك على العينة غلط اصلا هذا الشخص قاله امية صوت ويفوز مثلا الناس ما تصوت لليش بداله يطلع 11 رح يطلع العشرين ليش لانه حطيت البال الناسنا ما رح يفوز فانا ليش احرق صوتي سمونا betting on a losing horse نظرية مو نظرية effect the betting horse effect اللي هو ان انا انت شفت لمن بسباقات الخيل لمن انت تي يسوونهما مثل مراهنات فانت بتراهن على حصان قوي ولا حصان ضعيف اكيد قوي انت بتدفع فلوس فاكيد انا براهن على اقوى حصان موجود نفس الشيء بالانتخابات انت لمن احد يقول لك بيخسر بيطلع 11 او 12 انت ناوي تصوت له وزين وهو بس بيخسر ليش احرق صوتي ما رح يفوز وهي مشكلة فوايد يقعون فيها مساكين فالاستطلاعات وايد تأثر اذا سويتها غلط وايد تأثر ودائما انا اقول لمن لا تستانس لما يقول لك بتطلع الاول بالعكس ممكن تطلع الخامس بسبتها الاستطلاع حتى لو كنت بتطلع الاول لان الناس ها مشكلة بس بس الاستطلاعات اذا سويتها بطريقة صحيحة يعني يعني انا بالنسبة لي هذا يعني المجتمعات الديمقراطية والمنفتحة هي اللي تؤمن بالاستطلاعات بس بطريقة صحيحة وعندنا هالثقافة بالكويت ولا ما زالت متأخرة يعني ما زالت متأخرة ها استطلعات من امر الدنيا يعني لفترة جدا طويلة في الكويت موجودة فما دري اذا تطورت ولا اي اي بس ما يصونها صح للأسف لا الحين ما يصونها صح متحيزة شوف عندنا التحيز في اختيار العينات حلو انت عشان تصوي استطلاع صح لازم انت ما تحدد منه بتسأل لما انت تيب لي لستة من مشتركين الجمعية انت عارف قاعد تسأل منه وين بيوتهم وين تعارف هذي ميولهم وين بيصوتون حق منه ليش تسألهم انت قاعد تسوي استطلاعك غلط للإستطلاع الصح انت تختار عينات احتمالية احتمالية يعني كل فرد بالدائرة الثانية او دائرة الخامسة او دائرة الرابعة اذا انا بسوي استطلاع الرابعة مثلا كل فرد بالدائرة الرابعة عنده ذات الفرصة المتساوية مع الفرد الاخر ليكون ضمن عينات الدراسة هل أنت لما عندك لستة الجمعية قاعد تعطي كل أفراد نفس الفرصة؟ لا أنا قاعد تخيل دكتورة اليوم الشخص مرشح إذا خاض انتخابات وما عنده ما عنده فرضاً حسابات في التواصل الاجتماعي يعني هل هذا عنده عنده أي فرصة لنجاح بعالمنا اليوم يعني انتخابات 22-22 أيها اعتبر السوشال ميديا اعتبرها كأنه سي في كأنك أنت عارض سي في مالك على السوشال ميديا منه أنت أفكارك صورتك مقترحاتك لا تنسى الكارزمة وايد مهمة بالانتخابات باعترح يعني لا تنسى موضوع الكارزمة يعني الواحد اللي عرف يتكلم قير على الواحد اللي ما عرف يتكلم في واحد تحس يعني كارزماتك شكله لبسها طريقة كلامه المفردات اللي يختارها وايد يفرق لكن احنا مشكلتنا دايماً يحسبونا ببرقة وقلم كم بلوك هالعائلة كم بلوك هالقبيلة كم رقم خلاص ألف صوت انت فايز بس احنا ما نلعب على هالموضوع يعني بالانتخابات المفروض المرشح ما يشتغل على فكرة كم صوت بيب لأنه انت أماءات احنا ما نشتغل على الناس اللي عارفين بيصوتون بالانتخابات حتى بأمريكا بكل العالم انت حملتك تكون يعني موجهة للمحايدين اللي ما حدا تختار منه النفس أمي يوم من الانتخابات تقول بصوتين حق منه تقول مادري والله بروح بشوف صوت شترا صوت شترا مادري صوت بروح بشوف مرة أنا كنت وقتها موم بالكويت فدقيت عليها صوتين حق منه ما علمتش قلت لها صوتين حق منه يما تقول واحد وايد زين عطوني ورقتها قبل أدش المقر وعنده دكتورة يعني تخصص ما بيقول لها راح يحرفونا عنده تخصص شديد فحسيتها فوايد زين مع أنه وايد مختلف عن يعني اهتماماتها السياسية لكن السيفي مالا كان حلو عطوها ورقة في السيفي مالا عجبها وصوتت فإحنا الانتخابات الحملات الانتخابية حق فئة المحايدين اللي هما عادة عادة يشكلون ثلث ثلث حق معنا ثلث اللي صوتون عادة المحايد اللي كل مرة غير مرة يصوت حق عادي إسلامي باتر يصوت حق لبرالي اليوم يصوت حق فلان لأنه زين باتر يصوت حق واحد ثاني لأنه كل مرة غير عادي عنده ما عنده مشكلة هذول الناس اللي الحملات الانتخابية توجه لهم أما اللي مقرر وخالص وحسابات عائلية هذول مو حقهم الحملات الحملات حق الـ undecided اللي هم غير المحيدين أنا ودي أخذ بريكنا لما شربتي لا شاي لا ماي لا قهوة لا شي شريك شكرا فدكتور أنت من الدراسات اللي عملتوها شنون الناس تستخدم أدوات التواصل الاجتماعي وشنون الأسباب أو الدوافع اللي من وراها شنون اللي طلع معاكم شنون أبرز هذه الأشياء أبرز الأشياء هاي تتغير بين كل فترة وفترة يعني في مثلا في دراسة لـ 2019 اللي هي كانت عن الآثار الاجتماعي والنفسية لإستخدم موقع التواصل كان يبين أن أكثر سبب ناص تتخدم السوشيال ميديا كان اللي هو تمضية الوقت تمضية الوقت اللي هو entertainment أي شي في entertainment التسلية التسلية حلو فإذا بتسألني عن شنون أكثر شي ناص تتخدمها كان طلع يعني بالدراسة اللي هو التسوق الإلكتروني لكن حس في بالك نقطة أنه مثل ما قلت لك مساء أن الناس ما تعترف شنون أكثر شي هي تسوي يعني ما رح إذا كان شي مثلا يحرجها ما رح تقولها أنه مثلا مثلا أنا والله أكثر شي يسوي أنه أنا أحب أطالع صور الناس بس إذا هذا الشي حيحسسني يعني مو بقيمتي ما يمكن ما أقولها لكن هذه النتيجة اللي كانت موجودة جدا منها اللي هو التسوق الإلكتروني كان أعلى شي وبعدين النقطة الحلوة أنه ثاني شي ناس اعترفوا فينا أوهما أكثر شي يسوينا اللي هو إعادة نشر التغريدات ريتويت يعني الواحد يعترف أنه أنا ما أكتب تغريدة بنفسي أنا أحب أسوي ريتويت وهذا يبين لك أن الواحد يعني مثل اللي غاش كنا نقولها قبل نطلع نسجل أن الواحد يحب يعيد نشر أو يعيد تعزيز الأفكار اللي هو يؤمن فيها أكثر من ما هو يعيد أو هو يفكر بشي يكتبه يحب يسوي ريتويت يعني الإنسان والريتويت أسهل من كتابة التغريدة نفسها فوايد أسهل بعدين عندنا اللي هو الإعجاب بصور الآخرين هذه تعتبر من أكثر الأشياء أنه هو أسهل شي حط لايك 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 ودايما اللايك أو إعادة النشر الريتويت ترى هو مو شرط أنت مؤمن ترى مو بس أن أنت مؤمن بالفكرة هذه أو أنت صج عاجبتك هي احنا نحس كأنه هو نوع من الضغط الاجتماعي أنه أنا لازم أعجب بصورتك حط لك لايك هو نوع من بناء السوشل كابتل المالي أو اللي هو الرأس مال الاجتماعي مالي أنا شون أبني رأس مالي الاجتماعي أنه يكون عندي ويد معارف ووايد ناس يتابعوني ويحطوا لي لايكات إذا شون يحطوا لي لايكات لازم أنا أحط بعد فالواحد يحس أنه هو مجبر ضغطات الاجتماعية أو أن أنا عشان أكون صورتي الاجتماعية أونلاين اللي هو السوشل كابتل حط لايك أسوري تويت واو صورتش حلوة هذا كل جزء من المجاملة الاجتماعية اللي تؤدي إلى بناء السوشال كابتن أنا أعفون بس تذكر شيء لو أنت تتكلمين أذكر لما أشوف بنات خالتي الأصغار على 12-10 سنين فهي حاطة صورة أشوف في الكومنت 100-120 حيث يصير فيه مستحيل مستحيل هالبنت هالبنت تعرف 100 بني آدم ولا طلع شي سوى ما أريد هذي ظاهرة موجودة ولا أنا أشوفها المثال بس فيهم وهم أن عندها فرضا واحدة من رفيجاتها تحط 7 كومنت سبعة واحدة أحليلتش واحدة شحلاتش واحدة ما أدري شنو فاستوعبت أن هذا الغرض أن الشخص اللي قاعد يمر مرور سريع شوف هذا عنده فرضا 100 كومنت هذا عنده 120 كومنت وطفلة بس تبي تعزز هذا الشي أن أنا عندي كوائد كومنت واعتقد الموضوع أن مثل ما أنا سويت لتش أنت يلازم تسويله من نزل صورتي أكيد لايك أن كومنت اللي الصغار يتزولك رسالة بالواتساب لايك أن كومنت ماي إنستغرام بوست أشكرا؟ لايك أن كومنت يعني روحي إنستغرام لايك أن كومنت تايشنو مشكلة تسالفة مثل ما قلت المراهقين على أنا موضوع يمكننا ما تكلمنا على موضوع استغلال الأطفال بالسوشيال ميديا من خلال المشاهير لما المشاهير يستغلون أطفالهم يحطون صورهم ومثل يطلعون فلوس على ظهر أطفالهم هذا الموضوع لكن جزء من هالموضوع اللي أنا كنت قبل متكلمة عنه اللي هو أن أنت لما أنت تستغل أطفالك وين المشكلة أنك أنت تحطهم بالتويتر مثلا أنا حط أكاونت سوري مو تويتر إنستغرام المشكلة أن أنت قعد تعرض الطفل للضغط أنه هو يسعى يحصل لايكات لأنه هو يكون تقييمة لنفسه كم لايك حصل صار هذا المعيار هذا المعيار وأذكر عيالي لما كانوا صغار شوي لما كنت حط صورة بنتي تقول كم لايك حطولي أقول المهم أنا عجبتني ما لتشغل عندهم وايد مهم كم لايك حطولها وكانت تشوف حطولي كذي وحطوا حق صورة أخي كذي يحسبون كم لايك حطولي كم لايك فهذا الخطورة أنك أنت تعرض عيالك لأنه هم يحسبون their social worth أو قيمتهم الاجتماعية بعدد لايكات فما يصير أنت تصور عيالك تحت صورتهم من غير رقبتهم وما يصير تعرضهم لهذا النوع من الضغط لأن هذا ضغط ترى أنا ما أحط لي لايكات إحنا يمكن ما يهمنا لكن لصغاري هم هم وايد موضوع اللايكات وموضوع الكومنت والهارت وأيلون الهارت أنا أشوف حتى لما أشوف حسابات طالباتي يعني عمرهم 18 19 مبالغة كبيرة بكلام الحب بينهم بين بعض البنات يعني تهبلين جميلة قمر كلام 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 لكن أنا اكتشفت أن أهمة بهالعمر يقولون حق بعض هالكلام يعني هي تقول لها وانت تقول لي بالمقابل لازم تمدحيني بنفس المدح لأنها مدحة الشياء لأن هذا هو قيمتهم الاجتماعية بالأونلاين بس جاء أنا أحس هذا يعني إذا في ما أدري إذا صح بصراحة بس وانتي قاعد تكلمين بس أحس كأن تأثير على فئة الإناث أكبر جدا من الذكور يعني من أحيان ممكن أنا بحكم عمري ما أدري أحس هذا موضوع العجاب وأن أنا أطلع بتصورة ما أدري إذا أبين معاكم بالدراسة تأثير يمكن على الإناث أكثر ولا صورة نمطية أنا قاعد أقطها هاتش دي البنات يمكن يعترفون باهتمامهم بهذا الشي بس هو يأثر على الأثنين خصوصا الشباب نتكلم المراهقين عمر المراهقة بالأكس عندك الشباب يعني يكون أكثر حريص على صور تاب أونلاين شي ليها الحين إذا ما عاجبتها يقول حق أمة الحين شي لا تصوريني مرة أنا هذه الدراسة اللي قلت لك عن استغلال الأطفال it was inspired by موقف سارج أدامي بمارينا مول أنا قاعدة قاعدة شرب قهوة برا مع عيالي اللي أشوف أم وولدها والولدها كبر عمر ولدي يعني كان أقول 13-12 سنة قاعد مع أمة وهو مغطي ويها بالورقة مالت المطعم بلس مات بس بس ماما لا تصوريني والأم قاعدتها بتصورة وهي قاعدة ويا غطي وياها لا تصوريني ويغطي وياها ويلف وقالها ترحيم بقوم فهذا الموقف قاعدة طالعها قاعدة أقول شون أم تثقط على ولدها مع أنه شي حلو أنا ودي صورة عيالي كل واحد يبصور عيالي بس ما يصير تثقطها وتقصبها يمكن هو يومها معاجبة شكلها يمكن هو يومها حاسب بعدم الرضا عن الذات أنت ليش تقصبينها وتجبرينها ويدري هي بتحطها وليش مرافض أنا أدري بتحط الصورة فالموقف هذا ويد أثر رجعت البيت وكتبت الدراسة على موضوع استغلال الأطفال بالسوشال ميديا وأنه غلط وأنه استغلال الأطفال هذا صار تجارة خصوصا أنا كنت أتكلم عن المشاهير وأتكلم عن الأمهات العاديين اللي هي تبني قيمتها الاجتماعية بناء على أنجازات عيالها فهي مو حطة لأنها مفتخرة بولدها هي حطة صورة ولدها لأنها مفتخرة بنفسها شوفوا أنا شنو سويت حتى التعليقات تشوفها أنا هذا أنا مسوية فهي قاعد تبني أنت قاعد تبني السوشال كابت المالتش بناء على صور عيالتش وهذا ما يصير تستغلينه ماذا استغلال وأيضا أني كنت أتعرض طفلك هو ما يبي هو يبي هاي شي ثاني بس هو ما يبي وأنت تجبرها تصورها وتحطها ما يصير هاي ضغط نفسي هذا الضغط النفسي هذا هذي ليش أنا سوي دراسات عن الأثار النفسية لأن أنت قاعد تأثرون عليهم وأنتم ما تدرون تحطها تحت سبوتلايت وهو ما يبي ما يبي يصور كيف بس دام طرقنا حق موضوع المشاهير هاي الظاهرة اللي صارت اللي صعب تقاس تاريخيا بأي شي ثاني يعني ما أعتقد فيه مضرب السبعينات وقارن بالأثر الاجتماع اللي موجود عند المشاهير اليوم طبعا فعلميا شون قاعد تشوفون هالقضية هذه شوف أنا بقسم لك المضوع إلى جزئين جزئية التسويق وجزئية الآثار الاجتماعية التسويق احنا ما أعتقد أحد يقدر ينكر دورهم في التسويق وأصلا يعني اقتصاديا ساهموا في زيادة مبيعات المنتجات خصوصا المنتجات الصغيرة مثل المكياج اللي ما تتخذ ما تتطلب اتخاذ قرار كبير يعني شيء بعشر دنانين مو نفس المنشيء سيارة يعني فهم أكثر شيء سوقون الأشياء الصغيرة أكثر شيء اللي عادي أشوفها يصير أشوف الصورة عجبتني المكي أروح أطلبها أكيد ساهموا وطبعا وفي دراسة نشرتها مجال الدراسات الخليج الجامعة الكويت على موضوع أن تأثيرهم في التسويق تأثير مشاهر التواصل الاجتماعي في التسويق أو في المو التسويق سوري اللي هو قرار الشراء قرار الشراء فبينت الدراسة أن ويدي أثرون على قرارات شراءنا بس أنا يعني شيء غريب صراحة أنا سألت شنو أكثر شيء أثر شكله شكل المشهور ولا ثقةك فيه أوكي ولا الأكسبرتيز شكثر أو هو فاهم خبرتها بالموضوع يعني إذا وحدة تعرف تحت مكياج ولا وحدة أنا أثق فيها أصلاً لأن ذوقها يعجبني ولا لأنها حلوة شوال ستتوقع طلعة النسيجة يعني مفروض الشكل الخارجي وهو أكثر شيء أثر يعني إذا وعاجبني شكله أنا أشتري من بوتيكة على قولة تفهم أو أشتري منه أو أسمع كلامه purchase decisions فأكثر شيء أثر هو الشكل الخارجي علشان تشديد تشوف المبالغة بالشكل الخارجي عندهم يدرون أن الشكل الخارجي يؤثر وتشوف المبالغة بالشراء المبالغة بالمكياج المبالغة بالرموش المبالغة بالشعر كل شيء مبالغة لأن يدرون أن هذا يأثر جداً هذا الجزء الأول الجزء الثاني المشاهير هل أهما أثروا؟ طبعاً أثروا أثروا اجتماعياً أثروا نفسياً أثروا برضى الإنسان على صورته الخارجية أثروا على كل مناحي الحياة وأنا دائماً أقول يعني إحنا مو شرط بس ننتقدهم وهم في جانب جيد اللي هو التسويق والترويج وهذا نوع يديد من التسويق لازم إحنا نتماشى معاه وعالمياً ترى يعني في وائد ناس عبالهم الفاشنستات والمشاهير بس بالكويت إحنا أصلاً بدت الظاهرة بالعالم ويد قبلنا فالفاشنستز والترويج هذا موجود بالعالم إحنا لازم نواكب بس إحنا لازم ما نبالغ ما نبالغ في في يعني التسويق المبالغ في طول اليوم يعني حتى الأهمة يعني نصيحتي لهم إذا بيسمعونا أن لا تستهلكون نفسكم لهالدرجة طول اليوم محتوى ترويجي طول اليوم لدرجة قبل فترة أشوف وحدة من المشاهير التواصل المسافرة فقاعد تصولف على المكان هي مسافرة فيت شا تقول إيه وفندق شا تقول قلت اسم الفندق من غير لا يدفعو لي يلا يلا دعايا بلاش يعني حتى اسم الفندق اللي هي قاعدة فيه كانت ما تبي تقول لأنا مو دعايا أصبح كل شيء استهلاكي كل شيء منتجي فعشان تشير ردة على موضوع الفومو أنه لازم أنت تستوعب أنه أي شيء يقولون أو يحطون اسمه ترى هذا مدفوع ثمان أي شيء تذكرت الطيارة لبسهم عربانة عيالها هدوم عيالها صابون كل شيء كل شيء دعايا إذا هي حطت اسمه حتى المطاعم اللي يأكلون منها دعايا حتى الأكل دعايا كل شيء دعايا كل مناحي حياتهم دعايا فترى هذا دعايا ترى هذا ترى هذا ترى هذا ترى هذا فأنت لازم ما تتأثر لأن هذا مو بفلوسهم شهرينة هذا قاعد سيقول لك يا عشان أنت تشتري هو مشارع هو بلاش عشان أنت تشتري صادقين دكتور أنا حس ودي يعني إذا حصلت لك الفرصة بس ودي أتعرف على نتائج دراسة تسوونها على هذا المشهور نفسه يعني إن عايش داخل مثل أنا حاطك تحت بابل والناس 24 ساعة يشوفونك يعني هذا ودي أعرف فضع نفسيا بصراحة فما أدري يعني تحصل الفرصة لازم أحد يقبل يعني أحز لا صدو جوايد حلو الموضوع أصلا مو لازم حتى تسألهم ممكن تسوي دراسة تحليل تحليل حياتهم يبين لك يعني حياتهم الاجتماعية شكثرة تأثرت حياتهم أصلا تصرفاتهم قبل كان عندي وايد اهتمام لمعرفة ليش أهمة عندهم إثارة جدل دائما إثارة جدل دائما يعني ذاك اليوم واحدة من المشاهير طلاق على الهواء نزل نحطين عنوان طلاق المشهورة على الهواء مباشرة تصرفات غريبة جدا لبسهم غريب يسوون أشياء غريبة أشياء احنا ما نسويها يعني تصرفات جدا غريبة بعدين اكتشفت أنه فعلا هذا أثر بدأ يطلع في أمريكا بدوا يدرسونها علميا اللي يسمونها الخوف من عدم إيجاد محتوى يصير عندهم حالة مثل فوبيا تخيلها فوبيا أن أنا أفقد محتوي أفقد متابعيني اليوم ما يحطوا لي لايكات شا سوي فتشوفهم إذا يوم ما عنده شي يسوي له شي مرات شي حتى سلبي يحط مو أنت بكرامة تشلب حمام سباحي غرقة أشياء يعني مو منطقية مو منطقي بس يسوونها لأن الخوف من عدم إيجاد محتوي حيصير فيهم حالة هذا الخاضر فوبيا فوبيا أن أنا ما عندي شي أقوله فلازم أنا أصنع لي شي ما عندي شي أصنعه أسوي لي شي غريب أسوي لي شي عجيب علشان الناس تردوا تتابعني فتشوفهم دايما يسوون أشياء ويت غريبة يعني مو طبيعي شي فجأة شدي تحس شنو هذا شهاللبس شهالشكل لأن يدرون they have to create هالcontent علشان الناس تضل تتابعهم تذكرتين كان عندنا ضيف مشكلة ننسيت منه ظهر همه فعال بسناب شات فكان صريح ريال قاعد يقول أن اليوم هذا مصدر دخل مصدر دخل جدا مريح بالنسبة لي بس يقول نفسيا أصبح مثل هم أن أنا كل يوم لما أحط رأسي على المخدبي أنا على طول أفكر أنا باتشر شنو المحتوى اللي بعرضه الضبط أنا من الناس أعتقد يعني حتى تصادقين وراء عايتيني على شغلة يعني اليوم حتى يمكن هنا يعود السبب حتى على المنصات هذه يعني أنا اليوم أدري يوتيوب يعني دايما نقول يوتيوب إذا حبك اليوم من الخبرة اللي عندنا بسيطة سنة ونص تقريبا بس في شي صج الخوارزميات بيوتيوب إذا حبتك إن شنون تحبتك أن أن أنت تغذينها أن أنت ما تنقطعين عنها أن أنا فرضاً بالأسبوع لازم عندي حلقة هذا مو بس عشان المشاهد بس حتى عشان الخوارزميات فحتى هذه المنصات الخوارزميات اللي فيها تفرض عليك هذا الشي إن إذا أنت انقطعتي لا تعتقدين دكتورة إذا أنا اليوم قاعد أصعد الـ تنقطعين عني سبوعين لا تعتقدين أن أنا برد حتى نفس المكان فممكن هذا حتى يجرني حق سؤال ثاني إن اليوم من الملام في كل هالأمور السيئة اللي قاعد تصير يعني هل بوجهة نظر المنصات أو المشاهد أو الشخص المؤثر الشركات المعلنة اللي قاعد تغذي هذا المشهد كله يعني اليوم لو لا هذه الشركات اللي قاعد تدفع فلوس عشان تعرض منتجاتها أساسا هذا ما أعتقد لك كان لها وجود لا مشاهير ولا منصات أنا ما حب أقصي وايد على المشاهير حتى لو ما يعجبني المحتوى اللي يحطونا أنا ما أقصي وايد عليهم لأنه هو اختيارك أنت يعني selective exposure يعني أنت اختيار التعرض الانتقائي أنت تختار من التابع إذا واحد معاد بك لا تتابع واحد تصرفاته ما تعجبني ما أتابع لكن مو معناته أنا ما تابع يعني هو ما عنده تأثير سلبي على المجتمع عنده تأثير سلبي على المجتمع لكن خلنا بس يعني نحطها في صياغ أن أهم حتى أهم مفاهمين اللي قاعد يصير فهمت أو طبيعي شيء يديد علينا كلنا يعني يديد علينا كلنا الثراء الانستنت هذا السريع المصدر مصدر دخل يديد تخيل يقولولك راح تطلع فلوس إذا شربت ماي من ماركة معينة راح تطلع فلوس إذا لبستيك دي راح تطلعين فلوس يعني ترى هذا شيء وايد كبير صعب أحد يقوله لا بعد بالضبط لكن أنت قاعد تسألني منه الملام مو منه الملام خلني عيد سياقة السؤال الدور على منه الدور عليك أنت على المشاهد نفسه أو على المستخدم نفسه حتى الحق الأطفال حق أنت دورك أنت تكون واعي يعني لا تقولي الدولة أنا ترى ضد قوانين حطوا القوانين منعوهم لا 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 أنا ما تقول تمنعهم جانب تشريعي ما تشوفي لا لزمة بهالظروف اللي احنا فيها بتمنع منه ولا منه هو فضاء هو اسمه فضاء ألكتروني فضاء صح بتمنع منه بس أفهم دكتورة يعني أعتقد في مرة من المرات اللي صارت هذه الظاهرة أيضا تروج لأدوية فهني صار أعتقد صارت في مشكلة عودة يعني بس هل منعو الأدوية بس هذه حبوب اللي يسمونها بديلة تكميم حلو منعوه بس هل منعو وقفت الإعلانات بس هني مفروض يكون في جانب تشريع أنت اليوم على الأقل في جانب الأدوية أنا ما أمنع كل شي بس جانب الأدوية مو أي أحد إذا كان مشهور كويتي ويحط لك إعلان الأدوية اللي أنت ما تبيه وهو مثلا برا لكويت شون بطخ شون بطخ يقول أنا مداخل لكويت فهمت قصدي أنا أكيد معاك أكيد أنا ودي نمنع الإعلانات القلط تدري أنا شون ودي يعني جانب تشريعي بس الشغلة الوحيدة اللي ودي نسويها لو بيدنا إنه ما يصير يحط إعلان من غير لا يقول هذا إعلان ما يصير أنت تتوقين حك شي ما تكتبين ترى المشاهير بأمريكا لاحظهم من كيم كرداشين لأسقر واحد لما يكون شي يكتب ترى هاشتاغ ترى جانب أخلاقي جانب أخلاقي بالضبط جانب أخلاقي فيه واحدة مشهورة إيطالية لما نتعدل صورتها فوتوشوب وتكتب هاشتاغ فوتوشوب ترى هذا مو جسمي ترى هذا مو ويهي ترى هذا مو ويهي الكتر صافي لازم أنت تقول تكون عندك جانب أخلاقي حس أخلاقي فأنا ودي إنه ما يصير إعلان ما قلت تذكر إنه هو إعلان هذا المفروض يعني إنك أنت تبيني هذا إعلان حتى حين هابين بالجرائد يحطون إعلانات مدفوعة الثمن وما يقولون إعلان خبر مدفوعة الثمن بس هو إعلان هو مثلا فلان لفلاني وتشوفهم بالخدمات الخبارية بعد فلان لفلاني ما قصر ما يشنو تمنياتنا إنه بينزل الانتخابات زين دافع فلوس هو ترى مو بلاش أنت مادحة بس ما يقول لك فأنت يصير عندك رأي عام غير حقيقي إنه هذا صج زين هو دافع فلوس عشان يقول عنه زين لكن موضوعك على موضوع منه مسؤولية منه مسؤولية المتلقي أو المستخدم أنت لازم يكون عندك وعي لازم يكون عندك أول شي يسمونه تربية إعلامية زين أنك أنت تتربع يالك طبعا وأنت تحاول تعزز التربية الإعلامية في ذاتك أنك أنت تجدر تميز شنو المحتوى الحقيقي شنو أذكر نفسي لا هذا مدفوع لا هذا موضوع جسمها لا هذا إنستجرام بيرفكت بيكتر مو هذا فهمت يعني فيه أشياء لازم أنت على طول تذكر نفسك إنه هذا ترى مو واقع مو حقيقي لما أنت عندك يصير فيك كلنا نمر فيها إنخفاض الرضا عن الذات لا أبي العبرياضة أكثر لا ذكر نفسك إنه اللي أنت قاعد تشوفها والستاندرز اللي قاعد تشوفها هذه هذه مو حقيقية هذه بيكتر بيرفكت هذه فوتوشوب معدل معدل خسرها معدل بطنها معدل مدري شنو علشان تطلعبها الصورة هذه فأنت لازم دائماً يكون عندك وعي إن أنك أنت تكون راضي عن نفسك أو شيء تعزز أصلاً ثقتك بنفسك وتعزز رضاك عن ذاتك وأيضاً يكون عندك وعي إن هذا مو الواقع هذا الواقع المعزز الواقع اللي تم تحسينه عشان أنت تشوفها ما حد بيصور نفسه وهو بصورة مو حلوة أنت أنا أنا إنسان عادية لما بحط صورة أختار أحلى صورة أختار أكثر صورة شكري أضعف فيها أختار الزاوية الحلوة أختار الإضاءة الحلوة أختار الصورة يشعري طالع حلو هذا أنا وعن أعادية فما بالك أنا ممثلة ولا تحت السبوتلايت صح عندي فريق يصورني فريقي عدل صوري وفريقي يختار لي أحسن صورة وفريقي يسمون airbrushing على الصورة غير ما قلنا موضوع من مهم بتخلط حلقتنا ما قلنا أهم موضوع الفلاتر جم فلتر وفلتر موجود هل هذا الواقع؟ لا وتصدق أنا يعني علمت حمد الله يعني علمت نفسي وحمد الله علمت بنتي إنه ما صور بفلتر ما صور بفلتر ليش؟ لأن الفلتر يعطيك تصور غير حقيقة عن نفسك فلما أنا صور بفلتر أوكي حطها تابلين مدري شنو لما شوفها هي بالمظرة ومو نفس الفلتر فليش أنا حط صورة مو واقعي فرفيجاتي دائما نعيبون علي فطم مش دعوة أقولهم بالفلتر ما راح أصور ما حب أصلا صرت لدرجة ما حب نفسي بالفلتر أحس عيوني تصير كبيرة خشمي ما شون يصير وإيه يصير فقمت عوّت نفسي ما حبها لأنه أنا أدري إن هذا ويد خطر ومنزلق خطر جدا إنك أنت يصير صورتك اللي تحطها هي مو صورتك الحقيقية يعني ليش أحط صورة مو صورتي أنا ليش أحط أصلا فلتر ترى صجي خليك إنسان ثاني صج يعني في مرات حلو يمكنني موضينا على موضوع السيلفي بس خطر فعلا أنا قبل موضوع السيلفي بس يوم عندي وائد اقتراحات على الدراسات يقول ودي أعرف بس شرط سويها معاي هذه حاضرة حاضرة بس موضوع العمليات التجميل يعني أنا أذكر فترة من فترات دكتورة أنه طبعا ما أقول هذا شي صح ولا هذا خلط أنا اليوم موجود عشان أقول هذي اللي قاعد يسوونه شي صح ولا خلط كثر ما أنا قاعد يقول في يوم من الأيام المجتمع كان ينظر لهذه الظاهرة كظاهرة غير مقبولة هو على حق مو على حق أنا مهامك عن شنو اللي ظاهرة عمليات التجميل إيه اللي أذكر حتى يوم من الأيام إن الشخص اللي يقوم في عملية تجميل يناشي بالناس أنا ممسوي صح 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 وكان فيه استغماعي على الموضوع يعني شمونا وصم أو شي يعني كأنك أنت تنظر يعني يصير إيه هاي مسوي عمليا صح اليوم صار شي عادي بس يعني ما أدري يمكن هذه الدراسة المفروض تقول أن علاقة موضوع يمكن أعتقد حتى موضوع الفلتر هناك في ترابط كبير بينه وبين شكل الإنسان الخارجي إن أصبح الإنسان ما يسر شكله الخارجي بسبب ستاندرد معين موجود بالتواصل الاجتماعي بهالتطبيقات هذه فرض علينا هو مرحلة إنه يغير شكله بس عشان يواكب هذا المعيار الموجود طبعا شوف الجزء الأول من السؤال موضوع العمليات إنه ليه شلون صار عادي أنا أعتقد هو توز جراجويل بس هو مو بس لأن بس عشان الصور أعتقد حتى طريقة العمليات صارت أسهل أرخص لا تنسى صارت أرخص بعدين صار فيه تقنيات يديدة قبل بدلا تشد وهيكب عملية الحين صار فيه إبرة بوتوكس فلر ما دري شنو فصار فيه أنواع يديدة للعمليات فهذا سهل وجود العمليات وبعدين أنا أعتقد اللي خلى الموضوع عادي أنا قبل وايت غريب تشوف أحد حط استيكر بخشم أنا مسوي عملية تجميل حين صار عادي أعتقد هذا يساهم فيه مشاهر التواصل الاجتماعي لأنه قاموا يتكلمون بشكل أن أنا مسوي عملية وتسولف أصلا وتصور نفسها بالعيادة تصور نفسك قبل كان عندنا الواحد ما يعترف حين صار عادي لأنهما صووا عادي قاموا تتكلم عادي أنا مسوي أنا عادي وقلت لك انخفاض التكلفة وانتشارها أكثر قبل ما كان فيها الكثير عيادات تجميل لكن الجزء الثاني من السؤال اللي هو موضوع السلفي والفلتر وهل هذا ترى هذا طبعا مو كلامي يعني كلام دراسات مثبتة علميا الشكثر زادت نسبة عمليات التجميل بعد ظهور الهواتف الذكية بكاميرا أمامية اللي كاميرا الجدام تشوف نفسك ليش لأن الكاميرا هذا يعني فيه دكتور كاتب عن الموضوع أن الديمنشنز الكاميرا لما تصور نفسك بالتلفون غير عن ويك بالكاميرا بالمراية فيقول ففيه دكتور باليوكي مسوي دراسة عن الموضوع يقول أنه زادت وجود حالات اللي تيني العيادة على موضوع يابون عمليات تجميل عادي يقول في السابق كان تيبلي صورة تقول أبي أعدلها أو سوري سوري في السابق كان تيني توريني بالمراية شون تبي تعدل يقول للحين صار تتيبلي صورة تقول لي شوف ويهي هنا بالصورة أبي أعدل ويهي يقول تبي تعدل صورتها ما تبي تعدل ويها يقول للفرق أنها قبل تيني توقف عند المراية وتقول لي هنا مأذيني هنا مضايقني الحين لا بالكاميرا يقول لأنها تبي بكتور كورفكت ما تبي ويها بالمراية كورفكت ويقول الكاميرات الأمامية بالتلفون تعطيك زوايا مختلفة وصد شترة أنا لما صور نفسي سلفي أضعف من لما شوف نفسي من منظرة لأنني كنت تعرف زوايا تصور نفسك فيها ولأنها فيها زوايا ترى وما تطلعك أمية بالأمية فأكيد أكيد يأثر وأكيد مثل ما قلت لك الدسمورفيا في ولد حطه حتى قصتها بوحدة من الجرائد البريطانية بغارديون كان يعني حبس نفسه وحاول الانتحار ولد صغير مساعدة تقول لي الفرق بين الشباب والبنات ولد صغير يعني مراهق فبعدين لما اكتشفوا وبدوا يسولوا ساشنز اكتشفوا أنه هو يبي ينتحر وصل إلى مرحلة الانتحار لأنه مو قادر يصور صورة سلفي بيرفكت كعي تصور وايد وما قعد تطلع صورة حلوة يعني أنت ما تتخيل السلفيش كثر خطر ما تتخيل أصلا يعني حتى مقسمينهم ففي مرض السلفتس اسمه سلفتس أنك أنت طول النهار تصور نفسك وأتوقع مادري حتى الريايل فيه أنه واحد يعني دائما بالجروب شيء وايد تصور نفسه ترى هذا اللي تصور نفسه وايد إحنا عبالنا معجب بنفسه لا هو أكثر الناس أو أقل الناس إعجابا بنفسه هو اللي تصور نفسه وايد يعني عبالنا دائما أنه اللي تصور نفسه وتسوحرة وتمسك الكامل طول ما معجب بنفسه لا هو العكس اللي تصور نفسه وايد هو اللي ما عنده ثقة بنفسه لأن اللي معجب بنفسه صورة واحدة تكفيني عادي بس اللي عنده عدم فيقة بالذات هو اللي يصور وحدة وراء الثانية وراء الثالثة وراء الرابعة في المرض قسمينها إلى أقسام فالقسم الأخير اللي هو لازم يسيك يعني أو أنك تتروح لمعالج نفسي إذا أنت تصور باليوم أكثر من 15 صورة فأنا دائما أسوي هذه التجربة قبل أن أقول لهم تقسيم الأمراض لما أدرس مادة التكنولوجيا أقول لهم كم صورة صورت نفسك أمس ما تتخيل نسبة ناس اللي مصورين أكثر من 15 صورة اللي هو you have to seek advice you have to seek therapy لأن هذا مطبيع أنك تصور نفسك كوايد أنه طول الوقت أتصور نفسك طول الوقت بس أصور ويهي طول الوقت طول الوقت لما أصي هو ليش تصور نفسك كوايد ليش يعني أنا نفسه اللبس قاعدة بسيارة صور نفس إمية تصورها ليش لأنه تبي تصيد الصورة الصح لأنه تمر رادع الصورة الأولى فتصور واحدة ثانية ثالثة رابعة تبي تصيد اللقطة الصح بس هذا عفون شي ما يملي فراغ بأنه أنا أبي قبول الآخرين ولا أبي الناس تعطيني من انتباهها يعني كل هاللي قاعد يصير هذا الهدف منه شنو لأنه صار الحين قيمتك الاجتماعية هي قيمتك الألكترونية كل ما زاد ليش الناس تسعى لمتابعا أكثر وليش الناس تبي تحطوا لايك وليش مرات قلت لك مثل مساء المشاهر يسوي شي غريب جدا يعني لأنه يبي مشاهدات لأنه قيمتك بالمشاهدات إحنا الناس العادين مشاهدات ما تأثر معنا لأنه ما فيها فلوس يعني فشنو أبي لايكات أبي كلام عجاب أبي ناس تشوفني مثل صار هو قيمتك قيمة قيمة ألكترونية يعني social capital رأس مال أصلا صار أنا ذكرت دكتورة شايفة مسلسل black mirror لا ضروري تشوفين أول حلقة أعتقد أول حلقة بس اللي كاتب الحلقة يعني يخرع مخة يعني المرحلة اللي وصل فيها بالخيال بس بأعطيت شنبذة سريعة بأنه هو يتخيل عالم كله مبني على rating يصير عندي أنا إلكتروني أنه كثير الناس أنا يحبوني فرضا أنا وش كثير يعطوني وش كثير يقيموني فيصبح العالم كله مبني على هذا التقييم يعني المثال اللي أذكره أنه حتى إذا أنا بروح أستأجر شقة إذا أنا تقييمي إلكتروني أقل من ثمانية ما أجروا لي شقة فيصبح كل شيء مبني على هذا التقييم وأفكر أنه معقولة يعني يمكن يوم من الأيام نروح أنه هذا الكردبوليتي مالي ترى وصلنا للمرحلة هذه أقول لك شلون كنت مسافرة قبل فترة عادة يقول وين يعني كنت رايحة الساحل الشمالي بمصر ومطاعم رتبة كل ما بي أحجز مطعم تقولي أوكي بتزل الشحين بالواتساب بعض المعلومات المطلوبة اسمك واسم زوجت ومادري شنو لا تقولي اللي حاط لا 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 فواحد من المطاعم ما تضع تحجز لأن أكاونتي برايفت قلت لها أكاونتي برايفت قلت لأ لازم تفتحين عشان أشوف قلت لها أكاونتي برايفت ما بي أحد يشوف الصور هذه المرحلة اليوم الأول اليوم الثاني ييت بحجز كانت تقولي أكاونت تش وأكاونت زوجت تويتر وإنستجرام وفيسبوك قلت لها ما عندنا فيسبوك قالت إنستجرام و تويتر كل مطعم وطلعت هذه حالة عادية فسكت وواقع لازم تقبلين يعني هو لازم تحط لهم ما يحجزوا لك المهم ثالث يوم كان أعصب كان أقول لها مسج طبعا يعني شا قول يعني دزلت لها مسج قلت لها ودي أفهم حاوز ماي إنستجرام يعني أي باليو حق الحجز بالمطعم أنا باقي بمطعم وبمشي شنو علاقتش بإنستجرامي ودي أفهم لا هذا كرايتيريا إحنا ماشيين عليها هذا متطلبات كل مطاعم الساحل شدي صد ليش يابوني شوفون الإنستجرام تتوقع ما يابوني شوف يابوني شوفون مستواك شنو دخلك ما ندخلك موجود هذا الشي موجود التقييم بعدين عندك أوبر أنت قاعد تقول عن التقييم للشقة أوبر يقيمك صح وفي أوبر يرفضك إذا تقييمك نازل صح ما يبك فهذا بدأنا ندش بالموضوع التقييم بدأنا ندش قبل كنا نقيم المطاعم تذكر كان فيه تقييم مطاعم وشذي الحلح حتى الأفراد أوبر يقيمك المطعم يقيمك دزيلي إنستجرامك ليه يشتبين إنستجرامي هني أعتقد جانب تشريع مفروض هني أعتقد جانب تشريع أنه ما يصير أنت كمطعم تطلب من الناس هالشغل هذي شوف شون بس وأفهم رحين إن شاء ممكن أتحايل لأن أقول ما عندي حاجة مش أسهولك يعني قاتل تفتحين عشان يعني بتخيل فلا يعني غريب أقول لك لمن ثالث يوم يالله بديت يالله قد تجرأت كتبت لها فقرة قدت لها ليش it's important أصلاً وليش تابين تشوفين شكلي بعدين اكتشفت للأسف للأسف الشديد طبعاً مو بس هالمطعم أكثر من مطعم كانوا يتشاكون على موضوع الحجاب في أماكن وايد ما يدخلون المحجبات يعني هذا موضوع صراحة أنا صدمني صدمني بلد مسلم ممنوع دخل المحجبات ليش طبعاً هذا موضوع حتى الآن صارت ترندي يعني بدأت وايد ناس تتكلم عنه بمصر على موضوع أنه في مطاعم معينة ما تدخل المحجبات ما تخيل ما أدري ما أدري سيبيت قصها الجزئية لا 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 شيء قصها بالعكس ما أدري شك فيعني شيء غريب صراحة مع أن أنا يعني مو متحجبة لكن أنا دافع عن حق الإنسان باختيار لبسه ليش أنت تمنع وحدة متحجبتي تاكل مطعمك ليش غريب يعني وايد غريب فلما كنت صالف مع رفيجاتي والله العظيم ذاك اليوم يعني مجموعة من رفيجاتي قاعد تقول لما رجعت مساحل شون الساحل فتقول آه رفيجاتي متحجبة تقول لا تروحين ما تنفع حق محجبات لأنه وائد مطعم ما يدخلون محجبات واللي حز أنها من مديرة مسلمة يعني واصل لها موضوع أنه ما يدخلون محجبات نزل ليش شنو علاقة الحجاب بالموضوع فهو موضوع التقييم يقيمونك على شكلك طبعا يقيمونك على شكلك ويقيمونك على مشكلك قصدي شكلك بالسوشل ميديا يقيمون أكاونتك بالسوشل ميديا طبعا أنا أعتقد ودي أختم سؤال دكتور أعتقد أهم سؤال اليوم أنه هل من الممكن أننا نقعد نبالغ بتأثير بالتواصل الاجتماعي يعني أكيد الجرائد يوم دشت كان لها أثر تلفزيوني يوم دش كان لها أثر على سلوكنا على نشرون نشوف الأشياء فممكن هذا مرحلة تأقلم يعني محنا ما تأقلمنا على التلفزيون تأقلمنا على الجرائد تأقلمنا على كل هال أدوات الإعلامية هذه هذه مرحلة ممكن تأقلم عليها وما تحتاج المبالغة اللي قاعد تطلع بالصورة اللي هي فيها رح نتأقلم ورح مثل ما نقول أن تشانزين ترد أيام التلفزيون رح نقول تشانزين ترد أيام السوشل ميديا لنن رح ندش بالمتا فيرس والواقع المدمج هذا نلعب رياضة ونحنا قاعدين بالصالة يعني رح يصير أنت تشوف الحياة بدل لا تعيشها بالتلفزيون فأعتقد رح يصير يعني رح نقول ولا هنا على هالأيام مثل ما نحن قاعدين نتكلم على الأيام قبل لكن هل هو تأثيره كبير طبعا تأثيره كبير هل غيرنا وعيد غيرنا بس الفرق ما بينه وبين تلفزيون أن كان التلفزيون عندك يعني ترى المهم تطلع على تلفزيون كانت ناس مصدومة وتأثيرها بس كان عندك خيار أنك أنت مو لازم تشوفها أو المحتوى أنت ما تختار اللي يطلع لك وتسكر التلفزيون ينتهي السوشال ميديا ما تنتهي طول الوقت بإيدك وأنت تختار بش أنت بتشوف ومنت بتشوفها هذا الفرق التلفزيون كان اللي يطلع لك ننظر الساعة أربع يفتح الكارتون اللي نبي نشوفه الحين الياهل ما ينظر الساعة أربع الياهل عنده الكارتون يبي يشوفه طول النهار ليل حلقة الأخيرة فوايد غير وأثرت على سلوكنا على حتى أعتقد حتى الأطفال حتى المتعة عندهم تغيرت تختلفت تماما فأكيد يأثر على علاقاتنا الاجتماعية على يعني حتى العلاقات الأسرية تأثرت بالسوشال ميديا صار الحين واحد يحط عزة ينتقل الرحمة لا تعالى فلان فلاني ولا أبو ولا هذا يحطوا له لايكات على استغرب من النظر شن لايك لايك على شنو لايك على الخبر لا أنا بثبت الخبر عندي أو صار بدلا احنا نروح العزة صار نكتب الله يرحمه إن شاء الله صار حتى المشاعر يعني المشاعر اختزلت حتى بال الإيموجيز الصور هذول الضاحكة ولا الباكية يعني واحد يحط ما يتم البتش بس أنا قاعدة بسيارة قاعدة سوق تكتب لي شي حط لها واحد وي يبتش هل أنا قاعدة بتش لا فحتى مشاعرنا صارنا نبالغ مشاعرنا بصور بدلا أنا أبين مشاعري الحقيقية تبارك حق صديق برسالة مبروك ولا تحط لها إيد قاعدة تقولها مبروك وين المشاعر وين الكلام وين التعبير فهل هذا بتأثر بالمستقبل كبت مشاعر أتوقعي بس أنا يمكن أختلف معها شبه أنا أحس هذا موضوع التواصل الاجتماعي صار أسهل أحس خلاني يعني أدري في علاقات معينة لو لا وجود التواصل الاجتماعي لا انتهت أو يعني فرضا يعني قيسة حتى اللي راح درس فرضا بمكان بره الكويت ورد خصوص الناس اللي مو من الكويت بعد هذا بالعكس عزز تواصلي معاهم أن نعرف أخبارهم لليل يوم في تواصل صح في هالجانب ليجابي بس المشاعر التواصل صار أكثر سطحية طبعا في مادري أكيد مرة عليك ما أنا بيمكن نطول المقابلة أكثر بس أكيد مرة عليك فكرة اللي هو قوة العلاقات الضعيفة ففي باحث يمتكلم على أن أساسا العلاقات الضعيفة هي الأقوى من العلاقات القوية أنت ما تبعي علاقات قوية بحياتك يعني ما تبعي أنت المفروض ما تقعد تقول أبي كل علاقات تكون 6-7 حيل حيل قراب مني أنت لازم تبني 200 علاقة ضعيفة وليس لازم يكونوا وائدة قوية وهو يتكلم عن موضوع المعلومات أنك أنت تستفيد من العلاقات الضعيفة أكثر من العلاقات القوية ليش يرجع لموضوعنا أن العلاقات الضعيفة هم ناس قزي القوية اللي محاطين فيك هم ناس مشابهين لك أصلا ما رح تستفيد منهم شيء فأنت لازم تبني علاقاتك الضعيفة شبكة العلاقات الضعيفة فلا بالعكس هذا من اللي قالها؟ هذا باحث باحث أقول لك بعدها ناسي أسمى صراحة وانت مثلا مثل فكرة أنه لأ عندي علاقات صح عندك علاقات بحثة وايد بس علاقاتنا الأسرية بدأت تختزل برسالة بمسج فيديو كول يعني صار أسهل من أن أنا أروح صار أحس يعني ما أدري أنا لأن أحب حياتنا اللي قبل معني أنا دارسة ترى علام إلكتروني وهذا تخصصي لكن أنا وايد أحب حياتنا ودي كان أن عيالي عيشوا مراهقة اللي أنا عشتها ندور سنافر وكنا بسطاء جدا يعني صح هو صح ترى يعني أنا كاتبة شي بس ما نشرته على موضوع كنت متكلمة على موضوع جيل الطيبين أن هل هو بس فانتسي إحنا عايشينها نستالجا إي يعني لا إيه نستالجا الماضي هل إحنا هي السلسة فانتسي نحن والهانين على الماضي صج ولا هو أساسا تغير الماضي أساسا نحن حياتنا غير أدزلك ياها ودي رأيك فيها لأن تتكلم عن هالموضوع لكن يمكن أن أنا أحب حياتنا البسيطة ولكن لا أنا ما أتكلم عن سوشال ميديا بس بشكل سلبي لا بالعكس أكيد قوت علاقة طالة ضعيفة صار عندي وايد علاقات معارف لو ما سوشال ميديا ما لتقيت فيك مثلا بسعلم ما شفت مثلا الدراسة فأكيد لها دور إيجابي كبير أكيد مشكورة أكتورة سات على القوة مشكورة على وقتك شكرا تسلمون شكرا شكرا